اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسامة واحد من النجوم هذا العالم والحوار كثير للغاية لكن خلينا نبدأ لكم بالتاريخ 1972 كان تاريخ مهم جدا لأنه هذا اليوم أو هذا التاريخ هو الذي قدم فيه أول جهاز أشعة مقطعية للعالم يلا يا جماعة هنصور بأشعة مقطعية ودي كانت نقلة مهمة جدا لكل فرعب طب اللي قدم الجهاز كان السير جود فاري هونسفيلد وده واحد من أشهر الناس اللي يطوروا الأجهزة الطبية في العالم هونسفيلد عمل فحص الأشعة المقطعية بداية على الدماغ كان سنة 1971 وقدم الجهاز للعامة سنة 72 وبدأ استخدام الجهاز بشكل إكلينيكي 74 الحقيقة في نفس الوقت اللي قدم في هونسفيلد في إنجلترا كان فيه واحد اسمه كوزماك ألان كوزماك ده برضو عمل جهاز مشابه أمريكي والاتنين خدوا جايزة نوبل نزيد الاختراع ده سنة 79 وطبعا بلا شك الأشعة المقطعية يعني غيرت وجهة الطب وخصوصا في فروع معينة زي المخ والأعصاب أمراض المخ الأشعة المقطعية في العظام الأشعة المقطعية في الأثنان وفي كل فروع الطب الحقيقة هنا نقف قدام حاجة مهمة قوي التكنولوجيا بتفيدني بشكل أكيد المشكلة إنه في بعض الناس لا تواكب التكنولوجيا لسببين التكنولوجيا بلا شك مكلفة ففي بعض الناس سبب عدم واجبتها للتكنولوجيا هو سبب مادي أو سبب اللي هو عدم رغمه في التطوير عموما أنا شغال بكده وبقالي سنين شغال بكده وأقدر أنجح بكده كنت بنجح بكده فليه هنطور طالما أنا اللي أنا عملته في العشرين تلاتين سنة اللي فاته كنت بعمله بأشعة تودي أشعة عادية بانوراما يعني طبعا ده اسمه بيسموه السقة المبالغة والمفرطة في الخبرة ودي عواقبة بتكون وخيمة جدا والبخل على المريض بالتقدم التكنولوجيا ده اسمه بخل على المريض في كل فروع الطب موجود في ناس كده في كل فروع الطب عندها بخل على المريض بخل على نفسها يعني السماعة الفلانية تطورت السونار الفلاني جيه الايكو العلاني جيه أنا بعندي الايكو بتاعي القديم شغال بيزا الفل وهو قال لا ده بخل عرجوكم الكلام للزوملة بلاش البخل ده المريض من حقه الأفضل هتكلفه أزية سنة يا أخي ده جنيهات طالما لمصلحته وطالما برضه في حدود الضمير يعني مش في حدود الاستهباء مش في اتجاه الاستهباء ضيف العزيز واحد من مجوم عالم طب الأسنان ضيفي اللي منورنا في الدكتور الدكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان ماجستير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة المؤسس المراكز رايدينت اللي زراعة وتجميل الأسنان ووضو الجمعية الألمية لزراعة الأسنان بالولايات المتحدة أهلا بك أهلا بك يا دكتور الأشياء المقطعية غيرت وجه العالم طبعا هما الأشياء المقطعية مهمة جدا في الأسنان بشكل عام يعني أصبحت كمان بتدخل في كل فروع طب الأسنان دلوقتي إذا كانت زراعة حتى حشو العصب الأشياء المقطعية مهمة جدا فيه في حالات الريتريت مثلا أو في حالات إعادة حشو عصب قديم مهمة جدا في تشخيص حاجات كتير جراحية في طب الأسنان إذا كان في جراحة وجه وفكين مهمة جدا فيه التقويم كمان ممكن نعمل أشياء المقطعية بتساعد في حاجات كتيرة في التقويم أو في حاجات تقنيات حديثة في تقويم الأسنان وأجهزة حديثة بنتطر نعمل لها أشياء المقطعية عشان نقدر نحرك السنان من خلالها حاجات كتير جدا في طب الأسنان أصبحت الأشياء المقطعية تعتبر رقم واحد نحن هنقدر نعمل خطة علاجية مناسبة للبيشنت أو للمرضى بتعنائي فقد الأسنان بقى موجود في مجتمعنا المصري بشكل مرضي الحقيقة وأقصد به فقد الأسنان في جزء الخلفي تحديدا من من الفم اللي مش باين قوي اللي بتعلى المريض إنه مش باين قوي بس هو بيبن بشكل المريض نفسه ما بيفهموش إن الوش والشفايف بيبقوا متأثرين بحكيلي بحكيات تأثر الوش موضوع التأثر شكل الوش بفقدان الأسنان موضوع مهم جدا وموضوع كبير مبدئيا خلينا أحكي لحضرتك إن تأثر الأسنان دايما الأسنان لما بتقع أو بيفقدها المريض بصورة كبيرة أو بعدد كبير بأثر جدا على شكل وشه وشكل عضلات وشه خصوصا الأسنان الخلفية والأسنان الأمامية تحديدا إذا كانت الأنياب بتأثر على الشفاة العلوية يعني فقدان الأسنان في المنطقة الخلفية بتأثر جدا على عظام الفك السفلي لأن هي الأسنان بتبدأ تميل في المكان الفاضي وبالتالي انحصار مستوى العظم بعد خلع الأسنان بأثر على العضلة اللي مسكة في العظم ده وبالتالي يأثر على شكل خدك وشكل وشه الأسنان العلوية بقى بتأثر على أو الأنياب العلوية بتأثر على الشفاة العلوية يعني لو شفنا مريض فقد أسنانه العلوية أو أسنان الفك العلوي خصوصا الأسنان الأنتيري أو الأسنان الأمامية والأنياب خاصة هتشوف شكل وشه عامل إزاي وشكل شفيته وراجع لورا إزاي يعني يمكن يكبروا الشكل في السن أكتر من 20 سنة تقريبا عندنا صورة موجودة لمريض فاقد شكل أسنانه العلوية أو فاقد أسنانه العلوية ونشوف الشفة بتاعته راجع الوراء قد إيه يعني حضرتك البيشنت دي تقريبا سنها مش كبير قوي لما هي فاقدة الأسنان العلوية كلها حتى السنتين ثلاثة اللي موجودين متهلكين فشكل الشفة أو شكل الشفة راجع الوراء منحسر تماما لأن الصبورت بتاع الليب أو اللي بيسند الشفة العلوية مش موجود الأسنان مش موجودة فبيرجع ينحسر زي ما قدامنا في الشاشة يعني يمكن الصورة دي حضرتك تديها سن كامي يا دكتور أيب أنا ستنات بالمنظر دا تديها ستنات وهي يعني طيب البيشنت دي تقريبا هي فعلا في ستنات يمكن هنتشوف الصورة ليها في الحلقة تكون مركبة أسنانها هتشوفها حضرتك يعني بيشنت زي دا كده مثلا هو نفس الكلام هو في الستنات لو شفت الصورة اللي فوق لو شفت الصورة اللي تحت بقى بس هتديله أربعينات تمام أو خمسين كيس سنة بالكتير عشان شوية تشعر الله بياده واخد بالك لأنه هو الصبورت بتاع اللي بدأ يرجع تاني شكل أسنانه بدأت ترجع تاني أو شكل وشه بدأ يرجع تاني الموضوع مهم جدا وأنا بحب أركز عليه لأنه هو بيتأثر بكل حاجة الحقيقة بيتأثر أول حاجة بشكل أسنانه بيرجع تاني فشكل عضلات وشه بيرجع تاني بيرجع يعرف يتكلم بصورة سليمة تاني لأن الصبورت بتاع الليب والوش ده بأثر كمان في حركة الشفة بتأثر على النطق بصورة كبيرة جدا يعني يمكن فيه ناس مشكلتها بس جاي يعمل أسنانه عشان بشعرف يتكلم كويس وفي على الأغلب من المرضى بيجي عشان الشكل شكل شفته والناس تانية بتيجي عشان الأكل يعني التلات حاجات دول مهمين جدا إنما اللي يفقد أسنانه العلوية خصوصا بيجي مخصوصا علشان الكلام وشكل وشه الشكل بيكون مهم جدا بعد فقدان الأسنان دي طوله تحويد الفك العلوي إيه؟ والله الطريقة الأشهر والأحسن دلوقتي هي زراعة الأسنان زراعة الأسنان في الفك العلوي أصبحت مهمة جدا ويمكن عدد الزراعات فيها بيكون تقريبا ست زراعات لأن عضم الفك العلوي بيكون عضم ضعيف شوي عضم ضعيف أنا يمكن بنركز في الحلقة على الفك العلوي علشان الكلام اللي احنا بنحكي عليه بيأثر أكتر بكتير من الفك اللي تحت في الشكل ليه بيأثر في الشكل؟ لأن الفك العلوي هو المد السبورت بداع شكل اللب أو الشفة العلوي مد السبورت طيب أنا لما فقد أسنان العلوي في الفك العلوي احنا دايما بنتكلم عن كسافة الفك اللي فوق ضعيفة شوي كسافة العضم في الفك اللي فوق ضعيفة فلما يفقد أسنانه انحصار العضم أو انحصار اللاسة في الفك العلوي بتكون أسرع بكتير من انحصاره في الفك السوفلي لأن كسافة العضم في الفك السوفلي أكتر بكتير من اللي فوق فبنعوض الفك العلوي بست زرعات دايما لما نعوض الفك العلوي بست زرعات بنقدر نحمل عليهم تركيبات كاملة أو بنقدر نعمل فيهم عدد 12 سنة ودرس في الفك فبيقدر يأكل بيهم بشكل طبيعي ويرجع شكل وشه زي ما كان في الأول بشكل طبيعي وكلامه كمان بيتأثر بصورة كبيرة جدا يمكن في أول أسبوع أو أسبوعين من زرعات الأسنان الكلام للدرجاتي شيء مهم بالنسبة لأول فعلا دفكت في الكلام بيبقى واضح قوي طبعا يعني الحروف مهمة جدا زي السين والشين بيتأثر بيتأثروا بصورة كبيرة جدا على طول يعني لو فقد السنة الأمامية أو القواطع دي في حروف بضيع جدا من فقدان الأسنان في الفك العلوي خصوصا حروف السين والشين والصاد الحاجات دي كلها بتتأثر بالفك العلوي الحالة اللي زي كده متأثرة بالفك العلوي كله مفيش أي أسنان حتى السنتين ثلاثة اللي موجودين متهلكين بيتم تعوضهم زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا بزراعة الأسنان وبيتم تحميل عليهم التركيبات النهائية بعد ثلاث شهور تقريبا الزراعة والتركيبات يعني هل يعودوا ما أفسدوا يعني يرجع تاني الوش يرجع كل حاجة تاني بعد ما نعمل زرعة أو تركيبة؟ بص حادتك هو أول حاجة هتظهر جوه بق المريض زي الصورة اللي وصلة دي احنا عملنا ست زرعات حملنا عنهم كل عدد الأسنان المفقود فدي أول حاجة ممكن تعملها الزراعة هيفسد إيه طبعا فقدان الأسنان زي ما بنقول دايما الأكل والكلام والشكل هيقدر يأكل عليهم بصورة طبيعية عدد الأسنان اللي هتحط على الزرعات دي هيقدر يأكل عليهم قد إيه؟ هيقدر يأكل عليهم طول العمر لأن احنا دايما بنقول إن الزرعات بتفضل معك طول عمرك يعني هي بتتعمل مرة وما بتتعملش تاني فالزرعات دي هيقدر طبعا هيصلحها الزرعات هيقدر يأكل عليها هيقدر يتكلم فيها يمكن اللي أنا أحب أركز عليه في الحلقة دي هو شكل وشك شكل وشك هيتأثر هيتأثر بالتركيبات والزراعة هيتأثر بصورة كبيرة جدا يمكن فيه صورة أو اتنين ممكن نعرضهم دلوقتي هتشوف حضرتك التغيير الجزري في شكل وشه فيه صور لبيشنت موجودة ممكن نعرضها دلوقتي هتلاقي تغيير كبير جدا حصل فيه شكل أسنانه حصل إزاي مجرد ما هو زرع أو عمل زراعة أسنان دي البشنت اللي أنا كنت بقول لها حضرتك عليها من شوية أنت لو شفتها في الصورة الأولى حضرتك قلت عليها ستنات شوفها دلوقتي بعد مركبة الأسنان شوف الشفة العلوية أو شكل عضلات وشها عمل إزاي بعد زراعة الأسنان حضرتك دلوقتي ممكن أنا أديها أربعينات وبعدين إحنا السؤال الأسهل أو الحاجة الأسهل لا يخطر في بالأحد أن الصورة العالمين هي نفسها للصورة على الشمال الشخص خالص ده مستحيل نعرح آه ما أنا بقول لها حضرتك ده غير حياتها بـ 360 درجة يعني الحياة غيرت تماماً لمجرد أنها عوضت أسنانها بزرعات أو بتركيبات زي ما بقول لها حضرتك ده أنا بكون فرحان جداً نفس الكلام لا يخطر في بالأحد أن الصورة الفؤانية هي نفس الشخص التاع الصورة التحتانية ممكن بقى الشنب بقى هاي بالضبط الشنب هو بس هو اللي معرفنا لكنه حلق شنبه ولو جبنا صور من جوة بقه طبعاً هتشوف ده كمعنا بس يعني يمكن الصور ما ينفعش نعرضها قوي علشان إنما دي هي دي وفي خلال يومين الصورة اللي قدامنا دي الصورة الأولى في خلال ثلاث شور يعني اللي قدامنا دي تركيبة مؤقتة في خلال يومين شكله بقى أكيد إنما الصورة الأولى اللي كانت من شوية شكل شفاتها ويمكن الصورة الأولى أنا بعتز بها شوي لأن هي حالة مميزة جداً في الليب ساب بورت آه اللي هو حامل الشفات آه الليب ساب بورت يعني شكل الشفة العلوية اختلف تماماً في الحالة وها ما حصلتش فيلر ولا حالة خالص شكلها ممتاز جداً ليه؟ لأن هي عوضت أسنانها بزراعة الأسنان والتركيبات كانت مناسبة جداً لها ويعني كان ظاهر في الصورة الأولى قصور الليب ساب بورت الليب ساب بورت مش موجود مفيش حامل الليب ساب بورت ده جماعة يعني الشفايف طالما فيه سنان وراها هي حاملها شايلها شايلها لو مفيش سنان الشفايف متنهار هتكرمش ويفضل برضو الخدود من هنا يظهر عليها الخط الطولي ده العجز آه بيظهر عليها العجز بسرعة إذا كانت مش موجودة البيشنت ده برضو من الصور أو البيشنت اللي بعتز بيهم جداً لأنه هو من زول الاحتجاجات الخاصة فبتفرق معي أنا كطبيب إنه شوف ديحكته بعد يوم أو يومين بتتغير إزاي بيتأثر في شكل حياته تماماً فبالتالي بيأثر علي أنا بتأثر نفسياً من إن المريض يكون طالع مبسوط أنا بيديني بور لإننا نكمل ونعمل الحلة بعدها بصورة أحسن وأحسن وأحسن لأو الحلة دي رائعة ناتشيراليتي الطبيعية فيها آه ده هو ده بعد يوم أو يومين فشوف شكل الليب سابورت هيتغير إزاي يعني حضرتك يعني دوران شفيفه وشكل وشه اختلف تماماً بعد زراعة الأسنان أو بعد التركيبات اللي ركبها وده في خلال يوم أو يومين بترجع له حضرتك زي ما قلت كده ولا هو عمل بوتكس ولا فيلر ولا أي حاجة من الحاجات دي بس عوض الشيء اللي ناقص آه ده لهو محتاج بعد كده يعمل فيلر يعمل يعمل بس عنده بيز بس أنا قصدي فيه مشكلة آه فالمشكلة إيه؟ فقدان الأسنان فيه حاجة مفقودة يعني لو عامل حالة زي كده فيلرز ومفيش أي سابورت الليب هتلاقيها واقع برطة مش محتاجة هو مش محتاجة مش محتاجة خلص آه هو هنا المشكلة فيش ما فيه سنان ما فيش سنان شوف شكل دي حكيته اتغيرت لا هو التركيبات والزراعة هتغير فعلاً ما أفقده يعني الأسنان اللي فقدها بتغير شكل وشه بتغير حياته 360 درجة كتير من الناس طالما السنان مش باينة في الجزء الخلفي في الزات بيطنشوا مع الجزء الخلفي مهم جداً زي ما حالك قلت فيه الأول حاجة في الأكل لأن الدروش الخلفية بتعمل عملية مضغ أكتر من نسبة 90% من مضغ الأكل على السكس والسفن فالدروش الخلفية مهمة جداً في الأكل بعد كده بتأثر جداً على فقدان لأنه زي الفيديو اللي حضرك بتعرضه دايماً إن الأسنان بتميل في المكان بعد فقد الأسنان بالتالي هتأثر على حصار العضب وبعد كده هتأثر على التيم جي اللي هو المفصل ده المفصل ده بعد كده هتروح مأثر على شكل والشك فهو بالتالي هتأثر في شكل والشك في الأكل البشانت دي برضو نفس الكلام بس دي بقى القصق دي شكل كلاسيك بتاع تغيرات الوجه بعد فقد السنان ده الشكل يعني الوجه بيختلف تماماً بعد زراعة الأسنان أو بعد تركيبات اللي بنعملها في زراعة الأسنان شوف هنا السواق للسنان بيعمليك؟ ما أنا بقول لحد داك اللب أو الشفاف بترجع الورق خالص بترجع الورق و دي حاجة مهمة هو كمان أصلاً علشان يقدر يأكل بيحاول يطلع فكه السفلي على كان دايماً الناس الزمان بيقولوا بيأكل على دردير آآآ بيأكل بيعمل حاجة غريبة بيجيب العظمة دي على العظمة دي عشان يقدر يياكل حتى فهو بيبدأ شكل اسنانه بيطلع لقدام شكل فكه بيطلع لقدام و دي ترجع الورق زراعة الأسنان هتحل مشكلة بطريقة سريعة وبطريقة كويسة و شكلها يرجع أحسن من الأول كمان أشاء البقطعية اللي بد فيها نات تعامل قبل الزراعة لازم منداتوري لأننا احنا كان بداية كلامي عن الأشياء المقطعية الأشياء المقطعية مهمة جدا في زراعة الأسنان كمان الأشياء المقطعية دلوقتي يمكن في نفس الموضوع هشرح لعددك حاجة بسيطة احنا الأول بنعمل بلان هنحط الزرعة فيه ممكن الفك نفسه يكون راجع لورا شوي أنا هتكلم على حاجة لها علاقة باللبس او شكل الوش هيفرق ازاي في الأشياء المقطعية أنا قبل معمل زراعة أسنان المفروض هعرف هحط الزرعة دي فيه لو أنا هحط الزرعة والبيشنت ما عندوش عظم كفاية او العظم بتاعه نفسه البيز اللي هحط فيه الزرعة هو اللي راجع لورا زيادة وحطيت الزرعة على وراه فأنا هيفضل عندي مشكلة في اللبس فساعتها ممكن نلجأ لزراعة عظمة عشان أتخن العظمة نفسها عشان أحط الزرعة قدام شوية عشان أرفع اللب شوية واخد بالك حضرتك لازم أطلع شوية قدام عشان اللبسة ببورتي ييجي لو حطتها الورا خالص من غير الأشعة المقطعية مش هعرف هل البيشنت ده محتاج تزويد عظم مش محتاج تزويد عظم لما أزود عظم هل هرجع بشكل شفته للشكل المطلوب ولا مش هرجع بيه للشكل المطلوب كل الحاجات دي من غير أشعة مقطعية مش هنقدر نعملها كل الحاجات دي من غير يعني يمكن هنا دلوقتي في الحالة اللي ظهرة قدامنا دي بنشوف شكل شفته عامل إزاي بعد تركيبة الأسنان بنبدأ نشوف حركة الشفة وحركة الشفاف على الأسنان وهي بتركب بعد زراعة الأسنان لأن هي حاجة مهمة جدا نحنا نتأكد منها لأنه لو زرع وشكله مرجعش طبيعي زي الأول أو فيه دفكت فيه اللبسة بورت أو فيه دفكت فيه التركيبة هيكون هيحس إنه ما عملش حاجة فمش بس إنه هياكل وشكل وشه ومش مزبوط لازم نهتم بكل حاجة بالفانكشن والشكل والشكل الاتنين هند و هند العيان بيبقى راضي راضي وهو بيقدي وظيفة السنان اللي هي الأكل والمضاء راضي هو بصص لوشه وابتسامته يا وشه وابتسامة وش في فضع السكون والحركة عضلات سليمة عضلات بتتحرك ابتسامة وكلام نطق حروف السنان مزبوطة بتنطق الحروف مزبوطة السين في مكانها الصاد في مكانها عرف فرق بالاتنين عرف تنطق الحروف النغم بتاعها المزبوطة مهمة جدا و أنا عشان كده أنا بقول لحادثك دايما بحب التحميل الفوري على الزرعات بحبه ليه علشان التلت شهور دول بيفردونا جدا جدا إن المريض خصوصا اللي هو فاخد أسنانه من زمان أو بقاله فترة سنة سنتين فاخد أسنان مهمة جدا في التلت شهور دول يتعود على طريقة الكلام يتعود على طريقة الأكل الجديدة لأن أنا بغير البيت أو بغير شكل وشه بيتعود على شكل وشه وفقدان الأسنان والعظم بيغير كتير في شكل الوش فالتلت شهور دول بيتعود على طريقة الكلام والأكل لو في أي تغيير في الحروف ممكن نغيره في التركيبات النهائية الأسبكت بتاع التصوير ده غريب بالنسبة لي بص إحنا بنتكلم على الشكل الوش والتركيبات في شكل الوش طيب إحنا عندنا حالات ممكن تكون جاية بس عشان المشكلة في العظم وبالتالي تأثر على شكل وشه فأنا لو مش عارف المشكلة فين ممكن أحلها له بتركيبات وساعتها هيلحظ المشكلة أنا واخد تصوير الأسبكت ده من وراء علشان أشوف هو جاي يشتكي من شكل وشه وشكل عضلات وشه لو حضرك شفت الصورتين هتلاقي الصورة اللي لابس فيها قميس أزرق دي أو الصورة اللي هي على الشمال على شمال الشاشة على شمال الشاشة هي هتلاقي خده عريض من وراء عجدا ماشي دي بعد الجراحة أو بعد التجميل وشه رفع شوية بعد التجميل فإحنا الصورة دي مهمة جداً لنا في التشخيص فبنرجع لك نفس الصورة تاني ممكن نشوفها يعني هو كان عنده مشكلة فيه بروز فيه الفك من هنا وكان جاي يشتكي من شكل دي حكته وشكل وشه لما بصينا على أسنانه إنترا أورال أو جوه أسنانه هنا أسنانه التطابق مهم جداً عملنا أشاعة مقطعية لقينا فيه بروز فيه شكل الفك من ناحية دي يمكن ظهرة في الصورة دي يمين وشمال من تحت ردان وكده هتلاقي العظمة فيها بروز من هنا يا دكتور أين أيها طبعاً فالبروز ده لما بصينا للأسنان يمكن أنت مش هتعرف أنه ده هو ده إلا بسنانه تحس أنه هو لأ عمل عملية تجميل ما احنا عملين له تجميل بس ده جراحة فإحنا بصينا في سنانه ومش لقينا سنانه هي اللي عامل المشكلة بالعكس المشكلة فيه الفك من هنا فعملنا فتحات إنترا أورا من جوه وعملنا له ناحة للعظام الفك من يمين وشمال وأصبح شكل وشه زي ما حدثتك شايف كده نتيجة ممتازة جداً ومرضية جداً فأنا جبت الصور دي علشان نقول أن المشكلة ممكن تكون من شكل بأن احنا بنتكلم على شكل الوش وتغير ممكن ما نعملش تركيبات وهتغير الشكل لا هو الشكل هيتغير بي نحنا نعرف المشكلة فيه مشكلة عرفناها عن طريق الأشياء المقطعية اللي عملناها واتزبطت بجراحة فكين زبطنا عضمة الفك السفلي من هنا والعضمة من هنا فيه يمكن النتيجة بعد حوالي مرور أسبوعين من إجراء العملية أول مرة نشوف نوعية دي من الحلال تعالوا بقى للأسئلات السريعة التركيبات بيتغير لونها؟ في ناس كتير تسألني السؤال ده لا هي تركيبات فوق الزرع أو تركيبات عموما؟ بص التركيبات عموما المفروض لونها مايتغيرش إذا كانت مستخدمة من ماتيريالز كويسة وحاجة مضمونة لها استابلتي عالي مفروض ما تتغيرش يمكن الحاجات اللي بتتغير الحاجات القديمة الحاجات اللي بتكسر هي البورسلين يمكن بيقشر بعد خمس ست سنين كده أو الحاجة بيروح مكسور يظهر لونه من تحت المعدن تعالوا نشوف السؤال التاني عن أفضل التركيبات بالنسبة ليه كبار السن معرفش ليه السؤال أفضل التركيبات مش شرط الكبار السن أو صغار السن بص هو أفضل حاجة الكبار السن ويمكن يقصد في السؤال نعمله زراعة ولا نعمله تركيب متحرك التركيبات المتحركة الكبار السن أو اللي زروا الاحترارات الخاصة أصبحت متعبة جداً ليهم لأنه هو بيضطر يشيل الطقم وينظفه والأكل بينزل تحته فبيتعبه جداً وبيخليه نرفز دايماً إنما الزراعة والتركيبات السابتة هي أفضل حاجة ليه كبار السن ولي زروا الاحترارات الخاصة السؤال التالت ده سؤال خبيث شوية بيسأل عن اختلاف نوع التركيبات هل يؤثر على شكل الجمالي؟ يعني تركيبة غير تركيبة أعتقد برضو الماتيريال طبعا الماتيريالس بتأثر على الشكل الجمالي ليه المادة لأن أنا عندي مثلاً تركيبات يمكن البورسلين زمان كان هو من أحسن الحاجات اللي ممكن تديلي ناتشراليتي في الشكل الزركون أوبيك شوية أو يعني مصمت ما بيعديش اللايت هو مصمت ضوئية غير الإيماكس الإيماكس شفاف شويتين فإيماكس بيديني مور ناتشراليتي في الشكل فاختلاف الماتيريالس بيأثر على الشكل الجمالي طبعاً مفيش كلام إنه هو بيأثر على الشكل الجمالي اختلاف الماتيريالس تختار نوع كويس أو نوع ممتاز في التركيبات بيأثر طبعاً على الشكل الجمالي إنك تختار الدكتور اللي هيعمله طبعاً والفني اللي هيشتغل أو الماتيريالس الكويسة اللي هتفضل معك وقت طويل زي السؤال الأول هيعيش وقتاً دي مهمة جداً في الشكل الجمالي طبعاً حقيقة النهاردة انت خدتنا البعد مهم جداً في عالم طب الأسنان خلينا نقول إن طب الأسنان ما بقاش بس هو فكرة سنان الفم لا احنا خدنا بعد أكبر لازم تطلع لبرش بطلعنا لبرش جامد احنا طلعنا لبرش قوي تطلع لبرش شوفنا لابتسام شوفنا من برش من وراء الشفايف شوفنا عبرات الوجه بل إن احنا رحنا نشوفنا محيط الوجه والملامح وعيوبها الأسنان أو طب الأسنان يستطيع أن يتعامل مش بس الداخل فقط دايماً كطباء أسنان يعني اطلع بره الفوكس بتاع السنة من جو يعني اطلع بره حشوات العصب والقنوات اللي انت زين نفسك فيها بقالك حشو نفسك فيها بقالك فترة يعني اطلع بره شوية وشوف الحالة المحتاجة إيه وإن شاء الله هتدي نتيجة كويسة مع الاهتمام بتفاصيل الداخلية لا التفاصيل أنا ما بنكرش التفاصيل الداخلية هي الأساس اللي هشتغل عليه بس نقصد الدياجنوزيس من البداية مهم جداً أنك تعرف الحالة عايزة منك إيه أو هتروح فيه لازم ننظر بشكل دخل جداً لكل ما هو محيط كل التفاصيل لكل التفاصيل لأن ده هيفرق معنا قوي ضيفي العزيزة الخيم العلمية المتميزة المبدأ في حواره اليوم اللي خدنا بره الصندوق الديق إلى الصندوق الأكثر رخابة الوجه الابتسامة الملامح كلمة النهاردة حالة لو أنا قطلت لكم الحلقة الملامح ملامح انتوا التكلم عن طب الأسنان ولا تتكلم و التجميل ما هو ما بقاش في فارغ تجميل بقى مش تجميل السينان ولا ابتسامة لا أنت تجميل وش كامل ضيفي العزيز الدكتور محمد سامح الحديدي خصائق زراعة الأسنان مجسير زراعة الأسنان من كل الطب جامعة القاهرة المؤسس للملك زرايتينت لزراعة وتكميل الأسنان عضو جمعية العلمية لزراعة الأسنان واللغوية المتحدة الأمريكية نورت وشرفت وأقول إيه خركتنا من المحيط الدي إلى رحابة الوج رحابة عجبني أوي أوي الحالة الأخيرة الحالة الأخيرة عجبتني في إنه إزاي شخص مدرك لمشكلته وراح لطب الأسنان ما هو في ناس زيه كتير عندهم نفس المشكلة مستسلمين يمكن الحالة ده جاي لي من محافظة تانية بعيدة جاي بس علشان عنده مشكلة بشكل وشه ومحدش عارف حددها إيه أصحابه بقالهم هو عنده 32 سنة أصحابه بقالهم فترة طويلة بيتنمروا عليه هو جاي يقول لي بيتنمروا عليه علشان شكل وشي في حاجة غلط ومحدش عارف إيه الحاجة الغلط الأشياء المقطعية فديتنا كتير في الحالة وعلى فكرة إحنا طمناها جدا أنا في ضلط شهرين مش عايزة أشتغلوا الحالة ليه؟ لأن فيه ناس دلوقتي ممثلين وناس معروفة جدا بالعكس بيروحوا يعرضوها بيعملوا تكسس بس البنات بيعملوها بيروح يعرض الفك شوف إحنا هنا كنا في الحالة دي محتاجين نرفع شوي لأن هو وشه ما يناسبوش ما يناسبوش إنه يعرض بالعكس بقى شكله أجمل بكتير تحسه إنسان تاني لو ما شفت الصوره هتحسه إنسان تاني خالص هو لفت نظري إنه خطر في باله إنه هناك حل لهذه المشكلة كل حاجة لها حل طب الأسنان لو شفنا الصورة بتاعته قابله وبعد هيبان قوي إنه الشطارة في اللي بعد لأنه في الأول إيه عم في إيه؟ ممكن أقوله أنت عندك بضي دي سميرو فيكسندروم لما شوفه بعد بضي دي سميرو فيكسندروم دي حالة مشهورة جدا اللي هو غير رضي عن شكله دي اللي بيهرب منها دا كتاة التجميل أنا هربت منه شوية أنت قلقت منه وكان لازم نقلقت منه أنا هربت منه شهرين شهرين؟ شهرين عشان تتأكد من صدق أنا أشوفه عايز يعمل عمل لأنه فيها فيها كومبليكيشن عالية إنما بالاحترافية والتشخيص الدقيق هنقدر نوصل للتجميل المزبوط إنما أنا مش هجري أعمل الحالة وأنا مش متأكد هل هو فعلا عايز يعملها علشان كده أو لا لأنه بالنسبة لي هو جاي شكله حلو هو جاي يعنيه خضره هو شباب لا لا شكله هو ممكن عادي جدا عادي جدا عادي ممكن تدينه بوتوكس يعني فيه ناس كتير تدينه بوتوكس عشان ترايح المسيطة هو فضل يقول لي اعمل دي كده كده عايز يعمل دي سيكشن دي لا يعني هو ماسك العضلة وبيقول لي العضلة المسيطة يقول لي العضلة دي لو بقت كده تبقى كويس بس يا مش كبيرة لوحدها يا كبيرة نتيكة إن في حاجة في المندبول طلع طلع بس لا لا عجبتني الحلقة دي قبل هناخدها مرة جاية بالتفصيل عشان نتكلم على الجراحة كيف أجريت هذه أنا ممكن أخدها لحضرتك بإحنا عملت لها سيرجيكا الجايد أو دليل جراحي وبلان كاملة بفيديو قبل العملية عشان أوريله الشكل وهي بعمل إزاي وهنفتح من فين وهنضخن فيه كل الحاجات دي تعملت في العملية كانت حالة كبيرة وخدت فيها أعداد حوالي أسبوعين أعداد وبعد كده عملنا العملية عملناها في ساعتين طيب إحنا عايزين الحلقة دي بالتفصيل المرة الجاية إن شاء الله عشان منظلمش هذه الحلقة والجهد اللي تعمل فيها إن شاء الله في مجرد صورة قبل وبعد لأ إن شاء الله الموضوع أكبر من كده بكتير لأن العملية قوية جدا جدا النوعية دي من الجراحات كان زمان قوي من سبع ثمان سنين أو عشر سنين كانت تعتبر من الجراحات يعني يعني ما حالش بعملها كتير وليه اللي قوي أن تلاوارت نوعية دوكتور أليكو دي من معدوكتور ترجمة نانسي قنقر بلا شك عالم جراحات السمنة عالم مثير للغاية لكن تبقى تحويل المسار أسئلتها أو الأسئلة حولها أسئلة مهمة جدا أولا هي عملية لها قيم علمية كبيرة جدا تحويل المسار قيمتها العالمية ليست فقط إنقاص الوزن هي عملية تعالج السكر من النوع التاني وزي أي جراحات سمنة هي بتحسن مستوى ضغط الدم جدا كمان وميتابوليك سندروم كلها بتحسنها يعني الدهون بتعود أو بعد تدريج إنقاص الوزن بترجع ليه مستوياتها الطبيعية تيه حاجات قيمتها مهمة قوي بس حول المسار في الأوسط الطبيعة لها بريق لأنها عملية تقنيا تحتاج إلى learning curve أعلى وكبير ودائما يطلقون عليها في المراجع المقياس الزهبي أو الجولدن ستاندرد طيب هو ليه بيقولوا عليها ده سؤال مهم جدا ولمن تصبح له تحويل المسار وموضة العيان اللي بيختار العيانين بدأوا يتعاملوا مع الطب مش بس في جراحات سمنة ده في فروع طب كتير قوي على إنه سوبر ماركت فروع طب كتير في جراحات التجميل عايز أعمل كذا ومعملش كذا في السكر عندنا عايز أخد الدواء ده وما تدينيش الدواء ده في الضغط والنبي بلاش الدواء ده عشان ما لا ده كان بياخدوا فلان عندي وعمل في حاجات كتيرة في الطب بدأت استقابة الناس فيها تختل النهاردة عايز أفهم هذا المعنى طبعا السؤال الأول لضيف العزيز اللي السيد دكتور كريم صبري يعني السؤال المهم جدا من تصبح له تحويل المسار لماذا هي الجولدن ستاندرد كلم لها تحويل المسار شايف في عينيك نظرة حب لهذه العمليات في البداية اسمح لنا حياة حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فري العمل الحياة طبعا تحويل المسار الماء ده يعني من العمليات القوية جدا في إنقاص الوزن القوية جدا في علاج الأمراض المصحبة للسمنة المفرطة زي المجموعة الأمراض بتاعة المتابوليك سندروم اللي حيك قلت عليها وكمال يعني قوية على الأمد البعيد يعني في أنها تحافظ على أنها ما ترجعش الوزنة تاني في منها طبعا يعني أنا يمكن عمليات تحويل المسار فيها أنواع كتيرة ويمكن الناس بتسمع عن أنواع كتيرة لتحويل المسار أنا يعني كنت ناوي النهار ده فعلا إن أنا لقيت مقاسي من العمليات اللي هي تحويل المسار اللي هي مش تحويل المسار لقى إن طبعا مش كل الناس يصلح لهم عمليات تحويل المسار في مجموعة منهم طبعا ما ينفعوه مش تحويل مصار وفي ناس طبعا ينفعلوهم ولازم يعملوا تحويل مصار قبل ما نكمل الحتة دي انت قلت جملة وانا اساسا يعني لما وجهنا لك الدعوة انا اعلم انك عندك ما شاء الله اللي هي بيسموها الغيرة على ناحية الحلمية دي عادة الاكاديميين الاكاديميين كده اتربينا من وحنا صغيرين لغاية لما كبرنا جدا على الغيرة على العلم فانا عارف ان دي موجودة فيك بشدة وعندك اللي هي ايه القوة واخد حتة اعلامية عظيمة جدا تعلمناها في الاعلام مش في الطب اللي انا هقول لي لا اعور انت اعور في عينو فقول لي ايه بقى الجملة دي انت قلتها وعافت هتقولها بعدين بس هي اثرتني جدا ايه فكر القصة بتاعت حد يعمل عملية تعاليم مصار وهي مش عملية تعاليم مصار يعني مثلا انا شفت عملية اسمها القومي جلوب القومي جلوب يروج لها ان هي عملية تحويل مصار معدى مصار هي ليس بتحويل مصار معدى مصار القومي جلوب لانها طبعا بشتغل معظم يمكن اكتر حالات 60% اعادة اصلاح فشل جراحات السامن من كل العالم يعني بيجينا حالات احنا بنصلحها يعني تكميم فيها مشكلة بصلحها تحويل فيها مشكلة بصلحها اعملية تدبيس معدى بصلحها اعناص يعني شغلي معظمه 60% من الحالات مشتغل في عملية الاصلاح فمن اكتر الحاجات اللي فيها مقاسي عملية اسمها القومي جلوب يروج لها ان هي عملية قومي جلوب هي عمكان تحويل مصار معدى مصغر ليه اسم كتيرة وممكن منعوا الاسم ده خلاص منعناه يعني تكتب عليها او اي جي بي او تحويل المصار ذات الوصلة الوحدة اللي هو انا اسمه او تحويل مصار ما بقاش ميني جسر عشان الناس حتى ما تمسكش في الاسم ده العملية يروج لها اللي هي القومي جلوب هي في الاصل ليست تحويل مصار معدى مصغر بتدخل بقى على العين ده بتلاقي تدبيس معدى عادي وجزء من الامعاء مثبت بالبوتش فوق ودي ليست تحويل مصار معدى مصغر ويقولك انا جاب ابحاثها هي تابعة القومي جلوب القومي جلوب دي اسم ليه تحويل مصار معدى الميني جسر جبيباس وليست العملية اللي هي ايه هدفها العملية دي وعيان طبعا هو ما عندوش قدرة جراحية يعمل العملية ما عندوش قدرة مادية يعني يعمل العملية فعايز تحويله قليل طيب انا كجراح بقى عايز اعمل القومي جلوب دي بقوم ده ضرب دبوس واحد مدباسة اللي هي القديمة وغير مكلفة ويوم واخد جزء من الامعاء زرعه في المعادة بتعمل ارتجاع مراري عنيف وتقعد تصلحها العيان فعلا ما بتلحقوش لانه جاي يعني في سفير مال نوتريشن يعمل العيان دي صلاح ويدخل في ريفيدنج سندروم وما تلحقوش فانا بحذر الناس يعني جدا من عملية اسمها القومي جلوب وليست تحويل مصور المعدة المصغر اسمها كده هي طالع كده اسمها كده يعمل بقى تحويل مصور المعدة المصغر ما تخافش لا اعمله ده اكريددد وده حاجات سرتفايد يعني فيه عملية اللي تحويل مصور المعدة الكاليسيك يعمله فيه برضو الجاش الكبير على الساسي او السينجل السموس جاستريك بايباس اللي هي السليف اللي هي البيباس هي احنا بنعملها هي لانتظر هي سناء التقسيم مفيش حاجة اسمها سناء التقسيم اوه يعني هو دي في عرف الناس هو ما فيش حاجة اسمها سناء التقسيم مفيش حاجة اسمها سناء التقسيم مفيش حاجة اسمها سناء التقسيم وبالتالي يفترض طبياً يعني أو فيسولوجياً أنه جزء من الأكل هيعدي خلال المصار الطبيعي وجزء منه هيعدي من التكميم خلال الواصلة ما ينفعش أن احنا نروج لها أن احنا ما تاخدش فيتامينز ما فيش حاجة اسمها عملية التربو أو العملية القوية أو العملية الهايبريد ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها كده هي دي عملية من نوع من أنواع تحويل المصار كل دي تسميات ترويجية ترويجية إحنا لسه العملية دي مش سرتفايد خلص مش هكريدد لم يصرح به أنا نشرت عليها أول حالة عملتها في عين شمس في 2016 ونشرت عليها بحث باسمي في 2016 ولكن بطريقة طبية اللي يدخل يبقى عارف أنه داخل عملية تحت الإجراء تمضي إقرار أنه أنت عامل عملية تجربية جديدة هي لن تضر إن شاء الله لكن إحنا لسه نتيجة مش عارفين إيه السؤال العلمي اللي عليها حتى الآن إحنا مش قدرين إن إحنا نديها يعني زي رخصة أو إن إحنا نقرها يعني إن إحنا مفيش حاجة تقدر تقيس قد إيه من الأكل هيعدي خلال الـ 12 وقد إيه من الأكل هيعدي خلال المصار الطبيعي لا تقدر تقيس دابل منظر ولا تقدر تقيس دابل بتكنيشم سكان ولا ما تقدرش تقيس الكلام ما لا يمكن قياسه لا يمكن إن إحنا نقر بيه أخذ على ده أسماء كتير جدا بقى وشغل كتير كأنها هي العملية الأكريد الوحيدة في العالم يحملها بس يبقى العين عارف إنه داخل عملية نوحها إيه وديله فيتامينز إنت لا تدري يعني اللي عنده محتاجة ولمشغل محتاجة طبعا يبقى إذن لا نروج لعمليات تحويل مصار بأسماء قد تكون جذابة وقد تكون يعني إحنا مفاهمين العين اللي هي دي حاجة لكن طبعا إحنا يمكن الأمريكان حتى يمكن بقى لهم سنة أو سنتين لسة تحويل مصار المعدة المصغر بقى لهم سنين رغم من الأمريكان وفرنسا ما بيعملوش تحويل مصار المعدة المصغر يمكن بقى لهم سنتين موافين بيها هم عندهم مشكلة كده مع الراجل اللي هو كان عملها في 2003 لكن هي حتى الراجل مش عايش في أمريكا مش عايش في الهند فطبعا إحنا هو أقروها خلاص بتادوا يعملوها كانوا بيعملوا تحويل مصار المعدة الكاليسيكا أكتر فإحنا طبعا يعني قصدي محتاجين نستخدم العمليات بعقل ففيه أنواع من تحويل المصار ليست تحويل المصار ده ناهي حضارك بقى عن عمليات الإصلاح اللي هم نشوفها يعني ممكن تلاقي معدة عادية خالص متوصل بيها جزء من القمعاة كده سيمبل جستر جراسطو مين كان بيعمل طامي تاك عينا macht أSP جرا하는 راحين قال لها أنا أعمليك تحويل المصار أم واخد جزء من القمعاة عاما أنا كنت عملت محاضرة اللي هي تحويل المصار اللي هي ليست تحويل المصار، بمحاضرة كده أنواع حاجات زي دي زي الليات امجالوب زي العملية اللي هي سيمبل جستر جراسطو مين شفت عمليات برضو أن تحويل المصار بيدخل إلى جراحة نصلح أن أقول لي التعبير بدقة إعلامية أن عمليات أو إجراءات ليست معتمدة تروج لها أو يروج لها على أنها تحويل المسار وهي ليس لها أي قرب من قريب أو من بعيد بتحويل المسار صح كده؟ وصلت أن هي بقى التربو التربو بقى التعبيرات دي كلها بقى التعبيرات أنت قلت النهاردة أنت فضحت هذه التعبيرات وده صح جدا وأحييك جدا وهو ده سبب دعوتنا الأساسي نحن نصلح زي ما نقول إحنا في سلسلة مهمة جدا في تعوتنا ليك واتفاقنا معاك أن إحنا نفتح الملف بمنتهى الدقة والصحة لأن طبعا العين هو اللي بيدفع التمن في الآخر والحقيقة يعني أنا بعتبر أن دي رسالة إحنا لازم نقولها ولازم كل الناس تسمعها لأن زي ما يعني طبعا يعني بالدرس في الجامعة لازم تطلع إعلامية تقول أن فيه حاجة صح وفيه حاجة خطئة يعني هو ده دور الجامعة وفعلا أنا بقول لحك أن الجامعة متمة بالموضوع ده جدا ولتصحيح المفاهيم الطبية وأي حاجة فيها خلل هيتم برضو رجوع إلى يعني أنه هو يتصلح الحاجات دي وترجع لأصلها المزبوط اللي هو كما يجب ولازم أن احنا ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا شروط إجراء العملية نفسها إيه؟ تحويل المسار ما فيش هي عملية تحويل المسار عملية سهلة جدا بسيطة جدا عملية بتعمل بالمنظر خلال فتحات صغيرة بقدرها تتعدى الساعة وأقل من كده أنا بس خلينا في الطبيعي يعني لكن ربما لا تتعدى لنص ساعة في بعض الحالات إقامة 12 ساعة في المستشفى أو أقل يعني وبيعود يوم أو يومين في المستشفى ويرجع لحاته الطبيعية بعد ذلك يمارس حاته الطبيعية بيمشي بقى الفترة الأولى على شوية عصير وزبادي وحاجات بسيطة كده عشر تيام ويكمل الشهر الأول على أكل بسيط ويرجع لحاته الطبيعية بعد شهر فهي عملية تجرى بالمنظر هي حاجة إجراء بسيط جدا ما فيش فرقة ما بينها وبين التكميم كإجراء في العمليات ولا في الأكل ولا في الحاجة ما فيش أي اختلاف خالص هو بس إحنا أحيانا الناس اللي هي المريض السكر اللي عنده بنحب نعمله تحويل مصار الناس اللي فوق وزن 150 كيلو الست اللي هي مش قادرة تعمش على بفصلها لو عملتها تكميم مش تخصة أكتر تريد أعمل تحويل مصار أكتر الناس اللي عندهم رتجاع في المريض يعمل لهم تحويل مصار كلاسيكي متعملش مصار مصغر عشان ما يجلوش ارتجعين بقى مراري وحمد أنا قصدي أنه ربما يكون فيه دواعي احنا يمكن شايفين في الانيميشن لوقتي عملية بسيطة خالص هي توصيل جزء من الأمعاء إلى المعدة بس طبعا دي اللي هي تحويل مصار المعدة المصغر يا دي لو أنا شفتها في الأشعة دي مش تبقى عملية مصبوطة عشان البوتش طبعا صبيرة طبعا لازم البوتش أو المعدة تبقى طويلة ورفيع يعني مش قل من 12-14 سنتي يعني مش دقيق بس دا بمبسط لكم بس دا مش العالمي اه ما حدش بس كنت فاهم خلفية طبية لكن الانيميشن دا يعتبر حاجة تسهيلية لكن طبعا تحويل مصار المعدة المصغر من العملية السيمبل جدا البسيطة اللي هي قوية في انقاص الوزن طبعا بتقل كمية الأكل بتقل متصاص سكرات ودون بنسبة قد تصل إلى 70% الجزء المعزول الناس تطمن عليه جدا لأنه طبعا دا سوء المشهور جدا الجزء بقى المعزول من المعدة دا هيحصل فيه ايه؟ ما حصلش فيه حاجة دا جزء عادي خالص بيفرز ويشتغل عادي جدا ولو عايز لأي سبب من الأسباب ترجع العملية الوضعات طبيعية الجزء دا عادي جدا وسليم جدا وطبيعي جدا لأن احنا ما بنقدرش نوقفه بعقلنا يعني ليه؟ لأنه بيتحرك مع التشم مع الأكل بيفرز عادي جدا بيفرش أي حاجة وده تعتبر حاجة مميزة لتحويل المصار عن التكميم أن احنا لا يتم استقصال أي نوع من من الأمعاء أو المعدة في عملية تحويل المصار يعني أمعاء زي ما هي المعدة زي ما هي الأمعاء زي ما هي ما فيش حاجة يتم استقصالها عشان كده يمكن إلغاءها يمكن إرجعها للوضع الطبيعي أنت معددك في أمان يعني ما فيهش مشاكل وكوضع هرموني كمان عملية تحويل المصار طبعا انت عديت من 150 لـ 2 متر كاملين من الأمعاء الصويرة الجزء اللي بيبقى منتصل سكرية الدهون بالنسبة لـ 70% دورة الأكل السريعة دي بيتخلي خلايا الـ L-Cyl دي خلايا ممكن الناس تبص عليه على الجوجل كده دي بتفرس هرمون اسمه جي إلبي وان ده صورة الطبيبة على الحاجات يمكن الناس عارفها بتوعى السكر يعني دي الحاجات الأنالوجس أو الحاجات المماثلة للجي إلبي وان بيعملوا أدوية غالية جدا هو العملية أصلا أوتوميتد كده أوتوميتد يعني بتنشر الدورة دورة الأكل السريعة بتخلي الخلايا دي تفرس هرمون الجي إلبي وان اللي بيحفز خلايا البانكرياز خليه يفرس إنسولين كويس بصورة عالية بيقلل حاجة اسمها الموت المفاجئ للخلايا اللي هو الأببتوزيس الخلي البانكرياز ينشط من جديد وبالتالي ده دور مهم جدا في علاج سكر وعادة المشاط الهبواني مره سكر من نوع التاني طبعا أنا شاف حاجة بتأكد على منورة سكر من نوع التاني سكر من نوع التاني أنا طبعا النقطة دي مهمة جدا برضو لأن عمليات تحويل المسار هو بطبيعة الأمر إن السكر من نوع التاني هو الأكتر شيوع وهو الأكتر شيوع في 80% إلى 90% مرتبط بالسمنة المفرطة ودايما هو العياني اللي بيجينا عنه سمنة المفرطة بيكون عنده في معظم الناس عنده سكر غالبية الناس اللي عندهم سكر من نوع الأول أصلاً نحاف ما بيعملوش عنوية فغالباً الناس اللي هي عندها سكر غالباً هيطلع من السكر من النوع الثاني لأن 90% من الناس اللي هي المصابة بالسكر من النوع الثاني عندهم سكر فالنقطة دي طبعاً لازم تكون كلير الناس اللي هم سكرهم من النوع الأول عادةً بيكون نحاف وسكرهم منذ الصغر والبنكرياس أصلاً مش غال وبالتالي العملاد دي ما بتبقاش مفيدة إلا في حالة واحدة وإحنا ممشفهاش إن يكون السكر من نوعه الأول معاش هو السمنة فربما تقلل جرات الإنسولين لكن مش هتعالج السكر نهاية السمنة مشكلتها إنها تقع خلفه باب كبير جداً اسمه المرض الرافض للعلاج خليبه لكم كل البيبرز الموجودة في كل الكتب عن كلمة ريفراكتوري ريفراكتوري يعني مرض رافض للعلاج تجيله الدواء مش عايز يستجيل مش عايز يتحسن يقع السمنة وراء السمنة يا جماعة بتقفل على المستقبلات بتاعة كل حاجة فتلاقي تدي دواء الضغط الضغط ما بيقلش ريفراكتوري هيبرتنش فيه فيه حالات كده آه طبقاً كثير أنا أقول حك مقاسي للسكر يعني أنا أمام حالات كتيرة وبنعمل عليها ريسيرش يعني دلوقتي كمان الناس اللي عندهم فشل كلوي كرون كرين الفيلير وهو مريض سكر انتهى بيه الأمر إلى فشل كلوي بيزرع عايز يزرع يعني كلا وهو مش قادر يزرع كلا على الوزن ده بتعمله إيه اللازم تعمله عملية تنزل بيها وزنه الأول وبعيكات يزرع وبعيكات يزرع وبعيكات يرجع لحياته الطبيعية طب تفيد استيكمل الأول إنه اتفصال الشباكية يعني أكثر الناس اللي عندهم سكر و دي حاجات دا عنيف و دي حاجات دا إيه حاجات إيه ريفراكتوري دي حاجات الفاتورة الدفعت ولن تعود بنا أتكلم في حاجات إحنا دلوقتي المريض السكر اللي هو عنده سمنة مفرطة دا يعني مريض مسكين يعني دا لازم تكسر له السكر دا وهو دي الحاجة المتاحة الطبية المزبوطة الفعالة في العالم كله اعمل حاجة واجبها المرض هو السؤال بقى المهم أنا بقى كمريض سكر أنا هستفيد بنسبة قد إيه يعني أنا واقف في علاج السكر خالص ولا هقعد بقى يعني هستفيد اعمل عملية ما تبقى من إحنا لا ما بنزرعش بنكرياس احنا بنعمل لك كل الحاجات اللي نقدر نعملها بسبيل إن احنا نعالج السكر ونعتمد على ما تبقى من وظائف البنكرياس هو البنكرياس من نوع السكر النوع التاني هو كان مصنع شغال بكفاء علي جدا عنده مناعة إنسولين مش قادر يدخل السكر الخلايا بيفرز أكتر ابتدى ينهك احنا عايزين يشيل حمل عليه بقى خالص شيل السكر والدون والسكريات والحاجات دي من عليه قال الامتصاص وقال الوزن قال للمناعة الإنسولين نشاطه بالايرومينات جي لبي وان اعمل كل الحاجات اللي في ايديك فعملنا يعني يمكن زي إفالواشن كده العينين يتعلق بسن العين بيتعلق بجرعات الإنسولين اللي بيقودها بيتعلق بياس كفاءة البنكرياس سيبيبطايد والفاستنج إنسول ليفل والهوما كل الفحصات وكل البرامترز اللي تقيم وضع العين ونقول لك بالضبط قد ايه ممكن تستفيد ممكن توقف عليك من تاني يوم ممكن تاخد لك شهرين ثلاثة ممكن توقف إنسولين وتاخد قراس ففي برامة الاصطبية يمكننا بيها تنبؤ يعني أو نعرف قد ايه هتستفيد من السكر هتستفيد قد ايه السؤال مهم جدا تعال نسمع حالة تعال نسمع كلام العين العين بيتكلم لغة مختلفة لغة احنا حوارنا مع الدكتور كريم صبري حوار علمي رائع وراقي جدا وصريح جدا وفي مناطق معينة الحقيقة فيه جمهة اللي بتتقال لأول مرة على شاشات العربية لكن يبقى المريض له منظور تاني بقى ما يهموش يا بقى اشتا كلام اللي احنا قلنا ده كله ده يهم المجتمع الطبي المجتمع الطبي لازم يفهم من كلام ده المريض بقى بيفهم حاجة تانية حلوة ومهمة بالنسبة لي اللي هو ايه بالزبط ده اللي هنشوفوه نسمعه مع بعض في حوارنا الممتع المستمر مع ضيف العزيز الأساس دكتور كريم صبري لما رحت لدكتور كريم صبري قال ما هي المشاكل قلتوله بعاني من السكر والضغط وعندي جلطة فرجلية فالدكتور كريم صبري قرر يعمل لي عملية تحويل مصار كان وزني قبل العملية 160 والحمد لله بقت 110 خسيت 50 كيلو بعد خمس شهور حوالي خمس شهور ونص من العملية والحمد لله بقت كويسة وبقى بمشي وبتحرك وبخرج كنت بعاني كتير من السنة كان عند الضغط وعند السكر وكان عند جلطة فرجلية والحمد لله بقت كويسة وبتحرك وبروح وباجي بكل حتة بكل مكان والحمد لله بقت كويسة اهلا بكم هذا يوم هامل الغاية خلينا نقولكم ان احنا بنعمل حاجات كتير تضر بعيوننا يعني فيه دراسات بتقول ان فيه بعض التصرفات اليومية قد تضر به النظر ضررة كبيرة منها الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة او قدام الحاسب اللي لفترات طويلة الكلام ده يعني مشهوق فأمره لكن خلينا نمشي مع الكلام كمان اللي ترامش ان الواحد ما يرمشي بشكل متكرر برضو ده شيء بيأثر على النظر قلة النوم وجدوا علاقة بين قلة النوم والنظر الاهم بقى لبس العدسات اللاسقة لبس العدسات اللاسقة وجدوا انه ممكن يأثر بشكل كبير جدا على القدرة على الابصار لانه ممكن مع الوقت يدور القرنية ضرر كبيرا قد يكون هذا الضرر حد للغاية العدسات اللاسقة تحمل في طياتها قم بنا موقوتها يا جماعة الناس كمان اللي بتلبس العدسات اللاسقة دي للتجميل انا شايف انهم بيهرجوا تهريج خاطل يعني تهريج مخيف اللي هو انا عايزة غير لون عناية فبخليها من البني للازرق او من المش عارف ايه للاخضر يا سيدي العدسات اللاسقة دي حاجة يعني خطيرة جدا ولازم لها عناية ودقة وطبعا الناس اللي بتلبسها في العربية وهي ماشية ومشي عارف ايه كلام ده كله في المنطقة الخطورة لازم ناخد بالنا جدا واحنا بنتعامل مع هذه القنبلة الموقوتة اللي اسمها العدسة اللاسقة لكن تبقى قدرة الإبصار نعمة كبيرة جدا وضعف الإبصار يعتبر شيء لازم نحن نقف قدامه وننظر كيف أعطى الله سبحانه وتعالى العلم هذه المقدرة الرائعة جدا عشان يصحح الإبصار تصحيح الإبصار والتعامل مع مشاكل الإبصار النهاردة يوم شديد الأهمية مع ضيف شديد الأهمية الحقيقة أضاف لنا الكثير جدا اللي وجوده معنا وكانت نقلة نوعية كبيرة جدا أنه أكاديمي مهم جدا يظهر الإعلام ثقف الكثير جدا وعدل كثير من المفاهيم الخاطئة حول ضعف الإبصار وحول المياه البيضاء وحول مشاكل القرنية قدم الكثير للإعلام الطبي وأعتقد أنه ما شاء الله ما زال يقدم الكثير للعمل الأكاديمي العمل الإكلينيكي وأيضا للإعلام الطبي في عالم القيمة العلمية الكبيرة والإسم الكبير واحد من سوبرستار البرنامج وسوبرستارز الإعلام وسوبرستارز العمل في عالم العيون لأساس الدكتور أحمد عدسان تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسية تديك إي حق إنه عنده حوال لكنه ما عندهوش حوال هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك الناس لسه مع دهاش ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي مية بيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي مية بيضة في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبع تاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية صديقي العزيز وصديقي العزيز اللي بسعد جدا بي قدوم وزيارته الرائعة السؤال الدكتور أحمد عساف أهلا بك دكتور أحمد أهلا وسهلا وسهلا وسعيد بوجودي في الصيك أمريكا آخر مؤتمر لوس أنجلوس المؤتمر الدولي لتصحي الإبصار مؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لإصلاح الإبصار والمياه البيضاء وجراحات المياه البيضاء ده كان مؤتمر كبير جدا بمؤتمر دولي بيحضروا كافة الأطباء وجراحين العيون على مستوى العالم هو القوة المؤتمر أنه هو مركز أساسا في المياه البيضاء والجديد في جراحات المياه البيضاء وعمليات إصلاح حيوب الإبصار زي الليزك أو زرع عدسات أو أي عمليات تانية لإصلاح حيوب الإبصار فتركيز الناس كلها اللي هي بتحب تشتغل في الجزء ده تحديدا بيحصل يعني معظم الجراحين بيحبوا يرتادوا هذا المؤتمر انتو جبتوا شهادة دي دي الشهادة دي شهادة الإنجاز دي من الجمعية الأمريكية لطبقوا جراحة العيون وكلية الشرف طبعا يعني تشرف أنه هو يعني من الدكاتر اللي هو يحصله على هذه الشهادة في سنة 2017 لـ 2017 دي حاجة رائعة جدا جدا دي دي يعني تساوي شهادة الإيجادة أو شهادة الجودة بالزبط بالزبط سرتيفيكات بالجودة هروح للماية البيضاء بقى يعني إيه ماية البيضاء نبدأ نشرح للناس طبعا إحنا اتكلمنا وأكيد السادة المشاهدين عارف عن إيه ماية البيضاء بس أحب التكرار برضو إنه هو في ناس برضو لسه لازال عندها الاعتقاد إن الماية البيضاء هي سائل لونه أبيض بتكون جوه العين وبيحجب الرؤية وعشان كده المريض ما بيشوفش كويس لا هي الماية البيضاء هو عتامة في عدسة العين البلورية لأسباب كتير أشارها التقدم في السن فهي نقطة الانيميشن اللي موجود دلوقتي إن العدسة المفروض تكون شفافة عشان تجمع الأشعة وتكون صورة على الشبكة لما بتعتم المنظر ده تاخد ألوان مختلفة بتحجب الرؤية بحيث إن الأشعة لما بتيجي تعدي من العدسة ما بتتشتت ما بتجمعش في صورة واحدة على مركز الإبصار وبالتالي الصورة ما بتبقاش واضحة بدلا ما يبقى الواحد شايف صورة بالمنظر ده تبتد الصورة تغبش وتعتم وتطفي وألوانها تتغير المريض بيحس بتدهور في النظر بس مش تدهور حاد عشان برضو فيه ناس بتتخضط يعني بتعتقد ممكن تصحى من النوم مرة تلاقي عندها مية بيضة لا يبقى فيه تدهور بطيء في النظر والحل الوحيد حتى هذه اللحظة لا فيه أطارات ولا فيه علاج ولا فيه مراهم للمية البيضة غير هو عملية مية البيضة وهي عملية تحديدا تفتيت عدسة العين المعتمة اللي هي فقدت الوظيفة بتاعتها ويستبدالها بعدسة تانية صناعية مزروعة جوالعين ده فكرة العملية المية البيضة باقتصار شديد وبالتالي برضو عايحب أكد أستاذ المشاهدين مفيش عملية مية البيضة بدون زرع عدسة على جان فيه ناس تقول ناسحب المية البيضة وما لهاش لازم العدسة يا دكتور علشان احنا بنسمع ان العدسة دي مؤزي طبعا بيخلط الامر ما بين عدسة لسقة زي ما حاك قلت في مقدمة البرنامج والعدسة اللي بنزرعها جوالعين فهنا فيه فرق شاسع ما بين الابنين فلازم مية بيضة معناها زرع عدسة لسقة عدسة لسقة دي عدسة بتحط فوق القرنية بالزبط المعروفة يعني العدسة لسقة المعروفة لكن دي عدسة بتزرع جوالعين بالزبط كده التشخيص سهل بالأجهزة نقدر نعرف أكيد أكيد التشخيص سهل جدا وما فيش أي مشكلة خالص وبنقول لما يكون فيه مية بيضة بنقول المريض والله انت عندك مية بيضة المية بيضة لها درجات برضو بالمناسبة ممكن تتقسم من واحد إلى ستة مش كل الدرجات لازم يلزمها عملية برضو أحب أوضح للسادة المشاهدين ان في بعض الناس ينزعج جدا يقول ان عندي مية بيضة أنا هعمل عملية وامتى ممكن تعمل المية وعندك مية بيضة وتعيش بها شوي يعني ممكن ما تبقاش مؤثرة على حدة البصار بس القاعدة العامة بنقول لها ده لكل المرضى لما يجي لك مية بيضة كلما بيكون بدري في عمل لعملية المية بيضة كلما النتيجة بتكون أحسن وأضمن ما تأخرش إلا لو ظروفك مش مناسبة يعني انت مسافر لظروف قاهرة أو عندك ظروف مثلا أسرية ابنك في الامتحانات أو مستني حد يجي لك من السفر بعد شهر أو شهرين ما فيش مشكلة طالما ان درجة المية البيضة تسمح في بعض الناس بيجي لنا في مراحل متقدمة جدا من المية البيضة بأنهم لازم تعملوا العملية بسرعة إزاي نعالج المية البيضة؟ هي برضو أنا المية البيضة مالهاشة علاج بمعنى علاج طبي هي علاج جراحي وفي طريقتين شائعتين لعمل المية البيضة كنا زي ما بنكلم عن الجراحة دلوقتي بطلنا نتكلم عن الجراحة خالص نحن خلاص ما بناش نعمل الجراحة بننا نعمل موجات فوق صوتية أو الطريقة الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها أو كلمنا عليها في المؤتمر اللي هي الفامت وليزر في الجراحات المية البيضة الفارق بالضبط كده هوات ان انت في الموجات فوق صوتية انا بفتت العدسة اللي جهو العين بالموجات فوق صوتية الموجات فوق صوتية دي سلاحزوا حدين ممكن تؤثر بصورة سلبية على أنزكة العين الداخلية خاصة أنزكة القرانية أو الخلايا المبطنة للقرانية قرانية جزء الخريج من العين المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير ممكن تؤثر بالسلب عليها هنا الفامت وليزر لا الفامت وليزر هنا هوات بقى دلوقتي فيه برنامج ده برو جرامينج أنا بفصل كاني بعمل باترون بفصل أنا عايز الفامت وليزر يشتغل ازاي على كل عين أنا هشتغل عليها ممكن لعين المين حاجة ولعين الشمال حاجة تاني وكل عين ليه برنامج خاص بي هو بنقدر هنا هوات أنا بحدد الخطة الليزر أو خطة العملية هتشتغل ازاي عايزة صلح استجماتيزم عايزة فتت العدسة بطريقة المعاينة قدر فتتها طبعا هنا مش هتكلم على دقة الليزر هنا دقة الليزر غير مهما كان مهارة الجراح مهما كان الجراح ده ماهر في عمل خط هذه الخطوات مش هيبقى زي دقة الليزر وبعد كده هوات المريض بيقعد تحت الجهاز الليزر هنا هوات بيعمل نقدر نقول حوالي 60 أو 70% من خطوات العملية المية البيضاء بدون ملعين تفتح من أساسهم إن شوع الليزر بيقدر يعدي من الأنسجة الشفافة فعندنا القرانية دي نسيق شفاف اللي هو الشباك اللي احنا بتشوف منه فشوع الليزر إن هو بيعدي من خلال القرانية هنا هو ده احنا بس بنسبت الجهاز على عين العين ما فيش أي قلم خالص العين بيعمل العملية هو صاحي بالمناسبة ممكن ياخد قطرة بس مخدرة تخدر سطح العين لكن الآن بيبقى صاحي بيتنفس بيتكلم لو في حاجة مضايقة بنطلب منه بس الهدوء والتركيز في ضوء قدامه بحيث إن هو السبات العين هنا مهم جدا ودي خطوات المية البدا زي ما تشافين دي خطوات حقيقية الموضوع بياخده حوالي بياخده دقيقتين ثلاثة والشاشة اللي جنبين هنا هو بتبالينا مصاري العملية ونقدر نعدل كمان في خطوات العملية ونقدر نعدل كمان لو أنا عايزة أغير خطة العملية نفسيها اكتشفت مثلا على سبيل المثال إن عنده استجماتيزم أكتر من اللي أنا مدوقع ومك أصلح والمية البدا شايفة أكتر ممكن أفتتها بطرق بطريقة مختلفة بوجه الجهاز في مصاري الليزر بطرق مختلفة أو شايف إن الجهاز خلاص أدى يعني شاف أبعاد العين من الداخل بصورة مرضية بالنسبة للجراح بنبتدي بعد كده الليزر يشتغل ويصلح يفتت المية البيض كده كل ده والعين مش مفتوحة أنا بأكد العين مش مفتوحة وهنا مصدر الأمان فيها عملية الفيمتوليزر يعني إحنا هنا هو العين ما تفتحتش من أساسه خالص كل ده ده حلم كان بالنسبة لأن أنت تعمل تفتت العدسة لجوه العين وتعمل مكان لزرع العدسة اللي جوه العين تحضر العين لاستقبال العدسة اللي هتتزرع بعد كده عشان المريض يشوف بيها لو عندك أستيقباتيزم كمان تقدر تصلحه وأنا ملمستش عين العين والليزر هو شغال وعين العين ما تفتحتش وفي نفس الوقت الدقة المتناهية بتاعت الفيمتوليزر إحنا هنا بنتكلم بدقة بحدود المايكرونز اللي هو بالواحد على الألف من الملي فهنا هو ده حريك شوف مصاري العملية هي حوالي 70 ثانية اللي زر هيشتغل يكون خلصنا العملية كلها الموضوع ده من أول والآخر بياخد حوالي 3-4 دقائق يعني ده الجزء بتاع الفيمتوليزر بس لا غنى في هذه الحالة برضو عن الموجات فوق الصوتية لازم نستخدم الموجات فوق الصوتية بس بصورة أقل بكتير من الطريقة التقليدية العادية هي حتى هذه اللحظة هي الشائعة بنعملها في معظم الحالات هنا هوت زي ما قلت انت جبت حالك مثلا عربية بتقدر تسوق لوحدها انت بتقوله أنا عايز أروح من المنطقة نقطة ألف للنقطة بيه وعدي في السكة على السوم الماركت عشان عايز أشتري شوية حاجات وخلاص انت عملت خطة البروجرام بتاعك أو خطة الخطة اللي انت هتمشي عليها وبعد كده بتدوس على الظرارة العربية هي هتتحرك وتؤدي اللي انت المطلوب منها بالضبط زي ما انت حددت لها تماما بس مثلا في الآخر انت محتاج انت توقف العربية بعد كده هوت لازم تشوف العربية دي ماشي في طريقها مضبوط ولا لأ زي ما انت شايفين هنا هوت المريض بعد ما خلصنا جزء الفيمتوليزر المريض بيبقى صاحي هيقوم دلوقتي هيتحط على سرير تاني علشان نبتدين نجهز للموجات فوسطية أو نجهز العدسة اللي هنزرعها جوالعين الجزء المتبقي من العملية لا يعادل اكتر من 20-30% من عملية الماء البيضة نفسية يبقى فيه حوالي 60-70% عمل بالفيمتوليزر من غير ما العين تتفتح واختصرنا الوقت العين هتبقى فيه مفتوح علشان اشيل التفتيت التفتيت اللي حصل في العدسة بالليزر بسحبه بالموجات فوسطية وبازرع العدسة لجوالعين نسأل طب انت هتزرع العدسة ازاي والعين مفتوحة لا بيبقى فيه فتحة بتتعمل برضو بالليزر حوالي 2 ملي العدسة بتخش مطوية جوالعين وتفرب بعد كده جوالعين الفترة اللي العين فيها تفتحة ده بيبقى يترجم في صورة امان اكتر في الماء البيضة كلما العين اللي هي الفترة اللي هبقى مفتوحة عشان ازرع العدسة او عشان اشيل الماء البيضة تكون اقل كلما دي فترة امان اكتر السؤال الكلاسيك دايما بيسألوه الناس هل يمكن انت عود الماء البيضة مرة اخرى بعد كل ما فعلناه من فمتو ليزر وزراعة عدسة السؤال مهم جدا ودايما بنتسئله كتير قوي تقريبا بنسبة 90% من كل العينين يسألو هواي الماء البيضة بترجع تاني ولا والاجابة لا بصورة قاطعة مفيش ماء البيضة بترجع تاني بس في بعض الناس بالنسبة نيضة نقول 20% بيحصل لهم معتامة في المحفظة الخلفية المحفظة الخلفية هي نسيك شفاف اللي هي بنحط عليه العدسة لما بزرع عدسة جوه العين بزرعها على حاجة اسمها المحفظة هي عبارة عن زي سطارة شفافة تماما بزرع عليها العدسة لانا حطتها مكان الماء البيضة بزرع عدسة بحطها على ايه بحطها على محفظة خلفية بنقول عليها بالبلد كده سطارة شفافة جوه العين ساعات السطارة دي بتعتم عند بعض الناس وما فيش اسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي سبب أو نتوقع ان المريض ده الاعتامة دي هتظهر عنده والمريض ده مش هتظهر عنده السطارة دي لما بتعتم بيبقى علاجة بسيط جدا بنامج جلسة ليزر بنشيل الاعتامة دي بجلسة ليزر مش عملية وبأكد مش عملية المريض بيبقى قاعد على جهاز بهدومه عادي جدا مش هيعيد العملية التانية ولا يخش قط العملية التانية يمكن بسبب الموضوع ده الناس بيتهيق لها ان الماء بدأ بترجع تاني فبنقولهم لا ما بترجعش تاني في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم عتامة في المحفظة الخلفية بيلزمها اجراء بسيط جدا اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالزبط بهدومه في العيادة مش في العمليات وبيمشي على طول عايز حط مقارنة بين الاشياء وبعضها يعني واحنا بنقارن بين الفيمتو وبين العملية او بين الفيمتو وبين الالتراسل وحطناهم جمع بعض ونجمل للناس او نفاهم الناس الفروقات بين الاتنين ايه الفروقات ما بين الاتنين هنا هوت زي ما تكون حضرتك انت بتعمل حاجة يدوي وبتعملها بالليزر يعني هنا هوت مثلا على سبيل مثل لو بصنا على الشاشة هتلاقي هنا هوت ده على اليمين ده ده الفيمتو ليزر في اللي على الشمال بيقولك تشريح العين الليزر هيشتغل ازاي لو احنا بصينا هنا هوت المية البيضة نفسية لو احنا كبرنا حتى نبص على المية البيضة في ناحية الشمال هنا ده الجراحة بقى التقليدية العادية انا بخش بمشرة بفتح فتحتين في العين وساعات ببتلاث فتحات بعمل حاجة بقشر المحفظة الامامية بتاعت العدسة بقشرها بايداية فبتطلع مش هرشرة ما بتطلعش مدورة مزبوطة بتطلع ممكن معوجة شوية صغيرين ده بيخلي العادسة ما بتبقاش موجودة في مكانها مزبوط ساعات بتعمل العادسة بتبقى ملوية شوية زرين بعد لما زرعها ما بتبقاش مزبوط هنا الليزر بص حقيقي الليزر بيشتغل بشوعة هو بيفتح بيعمل الفتحات اللي انا عملتها والفتح اللي انا بعملها في المحفظة العادسة الامامية بتتعمل بالليزر بتطلع دايرة مزبوطة كأنك بالزبط عملت شباك بدأ ما تشتغل بشاكوش وآجنة انت عملتوا بالليزر فلما تعمل بالليزر بيطلع مزبوط بالملي لكن انت تشتغل بشاكوش وآجنة وعمرك ما هتعرف تزبوطها هيطلع معوك شوية صغيرين شباك انت حفرت دا معوك شوية صغيرين مش منتظم هنا الفمتو الليزر بيفتت العرس والفمتو الليزر بيكون آمن جدا على أنسجة العين الداخلية على عكس الموجودة في وساطية لما بيفتت العرسة نفسيها قبل ما نحن نسحبها ده بيبقى حنين قوي على أنسجة العين الداخلية فبالتالي أنا ضامن هنا هوات في بعض الناس مش هيجي لهم تأثير سلبي وده مهم جدا عند بعض الناس عندهم التابات مزمنة في العين أو عندهم مشاكل في أنسجة العين الداخلية مهم جدا نحن نعمل لهم الموجودة في وساطية بأسف الفمتو الليزر ونتجنب الموجودة في وساطية في حالته بعد الكدوات بنزرع العرسة اللي جوه لي فطبعا الخطوة دي الخطوة يمكن الوحيدة المانيول أو التقليدية اللي بتتعامل أو الجراحة اللي بيعملها زيادة شوية زائرين في الفمتو الليزر لكن الموجودة في وساطية احنا بنعملها من أولة لأخيرة بتعتمد على مهارة الجراح الفمتو الليزر لا هي بروجرامينج برمجة لغاية زرع العدسة بعد زرع العدسة انت الجراح بس خلص العملية وخلاص خلاص طبعا كده يتفوق طبعا الفمتو الليزر ممكن صلح الأستيجماتيزم هنا في حاجة عملية زي ما نسمعها تشريط قرانية كان بيتعامل بالطريقة الأدوية وليها مشاكل كتيرة جدا في احنا في غير ان احنا نذكرها بالفمتو الليزر ما لقناش المشاكل دي خالص ندقة الليزر هنا بستفيد منها فنقدر نصلح الأستيجماتيزم بصورة عالية جدا ونضمن المريض ان هو كمان يستغن عن نظارة المسافات بعد العملية قضية أثرت جدل الحاول عند الأطفال هل نتدخل لعمل عملية ليزك للأطفال اللي عندهم حاول ولا لا سؤال عايز تفصيل بس عايز أفهمه منك لا حاول للأطفال فيه أنواع كتير من الحاول حاول ممكن يكون ناتج عن ضعف في عضلة من العضلة طيب دي لازم يحل الجراحي ما فيش حل الليزر ده حل الجراحي إن أنا العضلة الضعيفة بقوية وخلاص ده لو مشكلة عضلية بالزبط لو مشكلة نتيجة ضعف في الإبصار وده شائع جدا أنا لو هعمل ليزك النهاردة على مقاس المقاس ده مش ثابت بعد سنتين ثلاثة المقاس ده تغير خالص والطفل هيرجع يلبس نضارة وقد يكون الحاول يرجع تاني ويبقى أكتر من الأول ثانيا عشان نعمل ليزك فيه فحوصات بنعملها علشان نقول هذه العين ينفع لها ليزك ولا لا الفحوصات دي صعب تعملها في طفل عنده ست سنين أو أربع سنين أو سنتين أو ثلاث سنين صعب جدا انت تقيس سمك القرانية وتشوف التوبوغرافية بتاعت القرانية في الأطفال الصغرين أنا أعتقد أن دي يعني لا يعني ما ننفعش خالص ما فيش ما ننفعش الليزك بنعمله يعني بس عشابه واضح برضو وضقيق في كلامي بنعمل لزك في الأطفال في حالات وليلة جدا لما يكون في ضعف في عين واحدة بس مقاس على سبيل المثال السادة المشاهدين فيه عند الأطفال يبقى عنده عين فيها سالب تسعة وعين تانية سالب واحد الفرق هنا ضخم جدا لا يمكن تعويضه بالنضارة وصعب الطفل اللي عنده ثمان سنين ده أو ست سنين تلبسه عدسات لصقة في العين الضعيفة فاحنا بهذه الحالة بنعمل لزك أو سعب بنعمل زر عدسات ده الحالة الوحيدة اللي ممكن تتدخل جراحيا أو بالليزر في وجود حاول عند طفل عشان فيه فرق كبير في المقاسات ما بين العين اللي مين والعين الشمال لكن طفل عنده عينين لتنين عنده ضعف نظر وبيلبس نضارة وعنده حاول هقول له هعملك لزك عشان أضيع الحاول لا ده كلام غير علمي بالمرة وأعتقد أن ده يعني سلبي جدا 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 طفل عزيز قال لأستاذ الدكتور رحمة العصف كان في الدكتور خليكوا دايما معك أهلا بكم من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقة يتأخر الكثيرون في الزهاب إلى الاستشارة الطبية المتعلقة بيها ويرعب الكثيرون في أي مرض أو في أي ذكر لها عندما تتعلق بأمراض خبيثة البرستاطا البرستاطا محدش كتير يعرف عنها حاجة كتير من الرجال مش مذاكر فين موقعها مش عارف أعراضها فين البرستاطا من ناحية التشريحية يا جماعة لازم تعرفوا موقعها لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي طبعا الجهاز الباولي احنا عارفين الكيلة وعارفين الحالب وعارفين المسانة تمام انزل بقى كمان وادخل بالضبط ده ما كان تحت المسانة البرستاطا تقع تحت المسانة مباشرة والمسانة الباولية ليه علاقة طبعا بالبرستاطا لأنه ويقع خلف البرستاطا الريكتاب اللي هو الريكتاب اللي هو المستقيم ويخرج من البرستاطا من عمق البرستاطا وطبعا فيه عضلات مهمة جدا تلعب دور مهم تحت البرستاطا البرستاطا هذه الغد الغريبة اللي بشكلها قد تكون مسيرة جدا للاستغراب وأيضا أعراضها يعني أعراض مزعجة للغاية هي غدة مرضية أو عندما تمرد ويحدث فيها مرض تضاخم ورم أعراض مزعجة للغاية قد تصل إلى الفشل الكلوي الورم فيها مشكلة مشكلة لأنه كان زمان أورام المبرستاطا دي كانت بتقلق جدا جدا المرضى وكان المرضى بيترعبه منها بشكل كبير وكان يتأخر أحيانا أن المريض طبعا بسبب أنه الأعراض فيك بالنسبة له هو عنده شوية احتمال في البول عنده مش عارف إيه بيروح لحمام كتير بتلخبط أعراض تضخم البرستاطا مع عراض سرطان البرستاطا كلمة سرطان البرستاطا كلمة مرعبة لأي رجل وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الأسرة بأورام البرستاطا لأن الرجل اللي مذاكرين شوية معلومات طبية عارفين أنه سرطان البرستاطا فيه نسبة أو يعني الجينات والوراثة فيه تلعب دور كبير طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر يبقى لازم يكتشف مبكرا والاكتشاف المبكر ده علم مهم جدا في الطب نهارده أكيد هنمر به نهارده فيه واحدة من أهم حلقتنا على الإطلاق لأنها بتتعلق بحالة مرضية قطيرة على الحياة الـ ممكن تكون مميدة لكن ممكن تعدي ولا أي حاجة ضيف العزيز هو رائد قدير من رواد المسالك البولية بيسعدنا وبيشرفنا جدا ويعني إحنا عندنا ميزة كبيرة جدا على مستوى الأهلام العربي كله إنه ضيفي هو أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن شاكل نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تم استبداء الكثير جدا من العملات الجراحية بمناظر البط المناظر لأنها كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندسة الطبية وتطور التطور كبير جدا مرتبط مرتبط التكنولوجيا تقدر إن إحنا تخلينا نعمل عملات مماثلة لعملات الجراحية ومضاعفات أقل كلمة الزكية هي مناظير فيها مرونة فيها تكنولوجيا عالية قدت إلى إن المناظر فعلا بقت أقصر قدرة أسهل على الجراح أسهل على المريض قللت فقدان الدم المسالك الناس ما تعرفش تترجم أعرضها ولذلك المناظر أفادت جدا في اكتشاف كثير من حلول لمشاكل عديدة في المسالك البولية مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المسالك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جيل بكندا عضو جماعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعيات التحكم البولي الدولي ضيف العزيز الرائل القدير الأستاذ دكتور حسن شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكل طب جماعة الجامس زميل جماعة تورونتو وماكل بكند وعضو جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الرائل الكبير في عالم المسالك أهلا بك يا أستاذ الحقيقة أنا هايز أبتأ الأول بالموضوع المخيف يعني أورام البرستاطة الخبيثة هل هي منتشرة؟ هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن؟ هل لازم نقلق منها أو كده زي ما احنا أعلانين من أول الحلقة كده أنا نفسي أعلان فعايزين نفهم البرستاطة أورام البرستاطة الخبيثة هي أكثر الأورام انتشارا في رجال أكثر أورام الخبيثة انتشارا في رجال أو قد نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكثر أورام الخبيثة هي من أكثر أورام الخبيثة انتشارا في رجال وبقى في التوجه أن أورام البرستاطة الخبيثة في بلاد زينا كان بالنسبة لنا زمان قليلة يبتدي بفيه توجه أنها بتزيد احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلاد زينا أو في منطقة بتاعتنا بس قد يكون بسبب تغير طبيعة الحياة العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في أورام البرصات في مصر كان بالنسبة لنا أورام البرصات قليلة لكن في آخر عشر سنين قد يكون بسبب تغير الستايل بتاعتنا ابتدت تمتشر بطريقة كبيرة هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة قليل جدا ما تحصل قبل سنة خمسين سنة في الأربعينات لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد كثير جدا من الأورام دا هي بتعدي في حياة البنية دا وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها والمريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورام برصات وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مغلق وبسبب زيادة نسبته وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن خمسين سنة عايز يعني بطبقى لكلاسيكياتنا احنا في الانترنال ميديسين اسأل حضرتك عن الأسباب يعني هل في حاجة الراجل بيعملها هل هي المسألة ورصية بحتة كلام يعني طبي شوية يخص البطن أكتر من الجراحة هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظة اللي بيسبب أورام البروستات ما نعرفش كمان مسببات لي يعني مثلا أورام المسانة احنا عارفين مثلا التلوس التدخين بسبب أورام المسانة لكن البروستات ما نعرفش الكلام ده لكن نعرف انه طبيعة الحياة أو الستايل بتاع الحياة مؤسر جدا يعني مثلا في العالم الغربي زي ما نقولت عندهم نسبة الإصابة بسرطان البروستات أكتر كدير جدا من الشرق الأوسط لا في الستايل والله احنا مش عارفين الصراحة لكن مثلا يعني اليابانين مثلا عندهم تقريبا الورام دوات اليابانين اللي هجروا لأمريكا جالهم جدا فهو أكيد هو مرتبط بطريقة المعيشة فإحنا في مصر لأننا احنا ابتدت في آخر 20 سنة نتشبه جدا بالغرب في طريقة معاشتنا فابتدت يحصل أن الأورام دي يزيد فإحنا حقا ما نعرفش إيه المسببات لكن نعرف أنه هو ستايل الحياة بيؤثر جدا فيها حدوث الوراثة ليها دور؟ إحنا ما شفناش الوراثة ليها دور غير في الناس الأفرق اللي هجروا أمريكا يعني الأفرق اللي هجروا أمريكا لقينا أن أورام البروستات الخبيثة منتشرة في عائلات فمعنى كده هو أنه آه أنه أكيد ليه تأثير أنه فيه تغييرات جينية بتحصل أنه فيه تأثيره راسي لكن ما هواش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر أو في بلاد أخرى كتير أو في مثلا الجنس القوقازي فهو يعني ما قدرش أقول 100% لو حد والده حصله يبقى هيحصله لكن هو على الأقل اللي هم الأفرق اللي هجروا أمريكا هو دوتل اللي بيحصلهم الكلام دا في واحدة من أهم النقاط الحلقة النهاردة لأنه لي تهمنا جدا إزاي نكتشف أورام البروستات بشكل مبكر الصراحة دا سؤال مهم جدا وللأسف الإجابة عليه هتحبط ناس كتير جدا أورام البروستات الخبيثة ملهاش أي أعراض يعني الناس اللي هي بتكلم عن البول بيبضعيف بيقوم النوم كتير بالليل التقطع في البول دا ملهوش علاقة بأورام البروستات الخبيثة دا ليه علاقة بالتضخم الحميد البروستات اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة بأورام البروستات الخبيثة بقول تاني وبقررها أورام البروستات الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا طب نعرفها إزاي بالفحص الدوري الفحص الدوري عند الدكتور مفروضة بعد سنة 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري أن المريض يروح مرة كل سنة للدكتور الدكتور بيطلب له حاجة من دلات الأورام اللي هي اسمها PSA PSA ده هي بتقول لنا إذا كان المريض ده محتاج حاجة أكتر من كده ولا لا أكتر من مجرد دلات الأورام دي ولا لا لو PSA طالع مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لسه بعملوا حكاية دي PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من برسطاتها للأسف الكلام ده هوت تغير جدا الجهاز اللي فات ده هوت ده كان جهاز رنين مغلطيسي رنين مغلطيسي الوقت بقنا بنستخدمه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص أورام برسطاتها مبكرة يعني مش أي واحدة PSA بتاعه مرتفع أخد له عينات لا ده أنا بروح أم أعمله الأول رنين مغلطيسي هو نوع معين جدا من أنواع الرنين مغلطيسي اللي هو اسمه multi-parametric MRI والأسف انتشاره محدود جدا لأنه محتاج خبرات طويلة جدا من زماننا ده كانت الأشعة عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفه يورو كويس وليلين جدا هو في العالم كله مش في مصر بس بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص أو الـ MRI بيقولي والله ده فيه هنا هوت فيه بقرة لازم تخاف منها بنبتدي ناخد له عينات كان زمانة العينات دي عشوية تلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز ultra sound أو جهاز موجات فوق صوتية بس الجهاز ده هوت فيه حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرنين المغلطيسي يعني باخد الـ CD بتاع الرنين المغلطيسي بحطه على الجهاز ده فلما دكتور الـ Ultra sound يشتغل الجهاز بيقول له خد عينة من الحتة دي ورم البرصاتة ده بيبقى جوز صغير جدا من البرصاتة يعني لو القوضة ديت كلها اعتبرناها البرصاتة ورم البرصاتة ممكن يبقى قد الكوباية ده هي فلو انا اخدت عينات عشوائية ممكن اندماريد جدا يكون عنده ورم خبيس وانا معرفش اجيبه بالتقنية الحديثة ده هي خليتني اقدر اخد العينات فبعد ما بشوف الكلام ده هوت الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض يحطوهم فوق بعض فدكتور الـ Ultra sound بيقدر يقول انا هاخد من الحتة دي بالظبط وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت عشرة اتنشر في المية بقى التسعين في المية يعني دي الصورة هي مدمجة لو بصينا على الصورة اللي تحت اللي مين دي بتقوله بالظبط ياخد من الحتة دي هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها هي دي المنطقة اللي انت تشوفها المنطقة ده هيت ما كانتش تبان في القطرة صعب للوحد عشان كلكم ناخد عيناتها شوية تلوقت لما بدمج الصورتين مع بعض يقولنا المنطقة ده هيت بالظبط وبيعلمها بدقة شديدة جدا وشوف الإبرة هي داخلة بتاخد العينة من المنطقة بالظبط عشان كده هوت بقى الناس بدلا ما عدنا ناخد عينات ولو انت مفاكش حاجة والرجل يفضل الـ PSA بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد العينات تالت ورابع وخامس وانا الان من الحاجة ده لأ تلوقتي بجيبه مرة واحدة ناخد العينات بتابع نسبة تشخيص عالية جدا عظيم احنا مش فهمنا دلوقتي PSA ده أول خطو بعد كده الـ MRI بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الـ MRI بـ Ultra Sound الذي يحدد بدقة انا دخل ااخد العينات منفذ بالظبط ده حاجة رائعة موجود عندنا موجود عندنا ما شاء الله ده حاجة عظيمة جدا سليب الحديثة دلوقتي في العمكة اللي حصل ده هوت في الـ Ultra Sound والـ MRI او اللي هو الـ رانين المغناطيسي غير مفاهيم العلاج تماما احنا كان عندنا كل العيانين ده همت كنا كلهم لازم نعملهم استلصال جازي للبرستاطة لو كان الورم لسه في البرستاطة لو كان متشر في جسمه نعمله علاج هرموني او علاج هرموني مع إشاعي حسب او فيها مراحل متأخرة او علاج كيميائي لا التلوقتي بقى الموضوع غير كده انا نفهم ان او رمون برستاطة دي مش لازم تبقى في البرستاطة كلها دي ممكن تبقى في بقرة واحدة فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفة طب لو هي بقرة صغيرة لو بقرة قد الكوباية دي في القوضة دي كلها انا احرق القوضة كلها ليه او اكسر القوضة كلها ليه ما احرق الحتة دي بس فابتدأ يطلع علاجات جديدة حاجة اسمها العلاج البقري او العلاج الموضوعي ان المنطقة دي بس هي اللي اخلص عليها وهو دهوت بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصورة قبل كده العلاج الموضوعي ده هو الكارتون ده بيوريك انه هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجة خالص ده هو انا شايف البرستاطة كويس جدا ده اللي هو جهاز الاتراساوند هو داخل عن طريق الشارج بيشوف البرستاطة بيقوله بالظبط ياخد العينات منين او اسف بيقوله عالج اني الحتة بالظبط معتمد على العينات قبل كده فيه اللي عليها السهم اللي هوتلي في الحتة اللي مين ده اللي هو اللي هو اللي هو داخل في الحتة المعينة دي بالظبط عشان يخلص عليها طبعا دي العلاج في قضة العمليات المريض لا فيه فتح ولا اي حاجة خالص الجهاز احنا ده حددنا مكان البقرة بالظبط هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الاتراساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال ودي عبارة عن نوع الاجهزة وهي دخل على الورن بالذات اللي تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما دي الصور اللي حم نشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالتراساوند والفيوجن او الامر اي او الورنين المغناطيسي ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالظبط يعني هي دي الحتة اللي هشتغل فيها ودي الحتة اللي حط فيها الليزر بتاعي او ريديو فريكنسي او الحاجة اللي انا بستخدمها عشان انا خلص على الحتة دي بالظبط ما بوصل برصاتة كلها ما عيرتش عيان لعمليات كبيرة جدا طالما ان العيان عنده بقرة واحدة فالبقرة ده هي اتبقى اقدر ان انا خلص عليها زي ما نشوف القضة العمليات رغم ان هي عمليات بسيطة جدا العيان بيخرج في نفس اليوم يوميا بالليل بيبقى عاد في بيت ولكن التجهيزات بتاعتها مفتفعة جدا التجهيزات دي هي عشان اقدر اوصل للبقرة دي وما غلطش واسيب بقرة تانية او ما غلطش ان انا عالك حتة مختلفة خالص ده العلاج الزكي ده علاج هو اسمه علاج البقري لكن جاي من بقرة لكن انا شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه تعال عليك الزكي صحيح اه يعني ده زكي جدا بيدخل على المكان اللي فيه دوره بظبط كده هو بياخد البقرة دي بالزات يعني زي ما احنا شايفين هنا هو تلوقتي هل لايه هو تودمج الصورتين بعدين دخله بالمكان حط الليزر بالظبط في المكان اللي هشتغل فيه اللي هو معلمه من الاول السيد دكتور حسن الشاكر السيد جراحات المسالك البوليب كل الطب بنت وما كلبي كانت عوض جماعة جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية والمؤسس المستشفى الشاكر طبعا المستشفى الشهير كان ضيفه فيه الدكتور خليكم دايما مع الدكتور اهلا بيكم يوم مهم جدا في عالم جراحات المخ والأعصاب خلي بالكوا انه فيه تهور كبير جدا مع الظهر اخر هذه التهورات مع الظهر طبعا سلسلة كبيرة من اول الموبايل مرورا بالتكنولوجيا جلسات الكراسي الغالة الكراسي المعمولة بالصناعات انا لاحظت يعني ادخلت محل قريب بتاع اساس واقعدت على كل الكراسي في المحل تقريبا لاحظت انه صناع الاساس بيعملوا اساس مش جيد مش جيد القاعدة مش مظبوطة انا عارف القاعدة المظبوطة عاملة ازاي فيه عيوب في التصنيع كرسي نازل اوي عبوز الركب وعبوز الظهر عشان الشاكل الشاكل ايه اللي في الكرسي اللي نازل اوي ده طب الناس طوال اللي ده حالاتي يعودوا عليه ازاي غير كده الموبايلات والقاعدة والتوطية وانا انا قاعد على طول موطي ومقتب كده فظاهري ورقابتي على طول هالبوس غير حاجة بقى ظهرت شوية حركات بتاعت شباب انا اقل ما يقلعوا انهم مجانين بيسموه تحدي التيك توك تحدي التيك توك تعبار عن ايه اتنين شباب بيقفوا جنب الشاب المسكين الضحية ويقولوا يلا النط الفوق طبعا ده كله بيتصور فيلا النط الفوق فينطوا الفوق وهم بينطوا الاتنين اللي عطار بيروحوا مخركين رجلين الغالبان اللي في النصه لقدام بأصبح الغالبان اللي في النصه لقدام ده في مهاب الريح ينزل نازلة جبارة ينزل على ظهره ظهره ينقسم انا حبيت اقولي الكلام ده ليه عشان انبه الناس فمحدش يقع ضحية الاتنين صحاب اغبية ما بيفهموش حاجة بيستظرفوا او فاكرين نهم زراف فهيضمروا ظهر صحابهم واكيد واحد منهم كان ضحية لاتنين برضو زراف اغبية بكر ده غباء غباء ليه غباء الحكاية دي بدأت عملها اتنين طلبة اسبان وانتشرت لانه ده كاترة كلهم في العالم علقوا قالك الواقعة دي هتعمل انزلاغوا ظروفي ممكن تعمل لقدر الله اصابة في الجمجمة وممكن تعمل شلل وقد يكون شلل رباعي فحزار يا جماعة مما يسمى بتحدي كسر الجمجمة شوف اسمه كمان اسمه يعني اللي اطلقوا عليه اكيد واحد غبي قوي مالهاش حل دي مالهاش تسمية تانية يعني هقول عليه ايه يعني متهور التهور ده كلمة قوليه هنقول عليه انه هو محب الاشياء الخطيرة محب للمقالب لا ماينفعش تعالى لي كده اينفع تعالى عليه الغبي طب لما انا هاوريكم الفيديو بس بتاعه عشان ان حدش يقع ضحية واحد الضحية في النص واتنين يلا هنط مع بعض يا اهو يا الله ويروح عاملين الحركة ينزل الوقت انزلك وظروفي انزلك وظروفي وكسر في الحوض وطبعا انت وظروفك بقى الناس دا كسر في الايد كمان معاها كل دول مش دماغهم لا تموت للانسانية بصلة كل دول برة نطاق الانسانية دول في عدة تانية حالس مش اغبية دول برة نطاق البناء ادم خارج منظومة انسان تعالوا نراحب بضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللي هم في عالم جراحات المخ والعصاب والمبدأ دائما في حواره واحد من ميجا ستار عالم جراحات المخ والعصاب على مستوى الوطن العربي كله واسم ابن افتخر بوجوده استاذ الدكتور يوسري الحميلي مشاكل الغضروف لحظة هل الاصابة لحظة؟ هل المشكلة لحظة؟ هل في ظرف ثواني ممكن واحد يواجه مشكلة كبيرة جدا؟ المريض بيعتقد تماما ان هو مجرد انه راح يكشف عند جراح ده معناه انه بيبدأ خطوة العملية وده كلام مش صح 80% من الحالات اللي بتجينا بتقضى على العلاج التحفزي غير الجراح عملية بدون جراح وحقن فقراء وتردد حراري والكلام ده كله مع احترامي لهؤلاء المتخصصين هم دول ناس متخصصة في جزئية صغيرة جدا من العمود الفقري عرق الناس موضوع من الموضوعات المهمة جدا الناس كتير بترتبك في التوصيف هل ده غدروفو على الناس رغم انهم الاثنين واحد عرق الناس ده عصب العصب ده بياخد مصادره من مجموعة اعصاب زي اللاصفر ده خرجة ما بين الفقراء بيتكون من مجموعة اعصاب اكبر مشكلة او اكتر حاجة بتسبب الام عرق الناس او اشهرها هي الانزلاق الغدروفي وهو الاكثر شيوعي الغالبية العظمى من عملية العمود الفقري حتى اللحظة اللي احنا فيها ده بتجرب الطرق التقليدية والطرق التقليدية لا تعني ابدا الضقة ولا تعني ابدا الوسيلة المحدودة ولا تعني ابدا اهم نقطة واهم جزئية هي الحفاظ على الكيان الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري دايما بستمتع دايما بالاحدث والافضل والاكثر قيمة بالنسبة للمرضى في حواري معك بدا شرف كبير لنا الاستاذ الدكتوري يسري الحميلي استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري كلية الطب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجامعية الاوروبية لجراح المخ والاعصاب مدير مستشفى نيورو سباين ضيف العزيز الاستاذ الدكتوري يسري الحميلي منور الدكتور شاكل جدا اهلا بك عايز ابدأ الاول بما هي الانزلاغ الغضروفي ما معنى الانزلاغ الغضروفي وعايز اسمع تعليقك على تهور البعض في حركات اكيد بيقولك تول في المستشفى بمشاكل كبيرة الحقيقة طبعا دايما بقول خدوا بالكم من الحاجات الخطأ دي لان فيه خطأ شائع جدا ان الانسان بيعمل حاجة غلط ومستني بعد ما يعملها على طول يشوف نتيجة سلبية ولما ما بيلاقيش نتيجة سلبية على طول مباشرة بيتمادى ويكرر ويخلي غيره يقرر وبالتالي المشكلة يا جماعة في العمود الفقري ما بتحصل الشباب المتحورين اللي بينط في البحر من غير ما ياخد بالهم الاعماق ويتخبط راسه في صدق في صخرة بتكسر الفقرات العنقية بيجي شلل في الحبل الشوكي بيؤثر على النفس بتاعه حتى وفيه امثلة كسيرة ده مثلا انزلاء غضروفي عنقي جامنين الغضروف زي ما احنا شايفين ما بين الفقرات الاسود ده ضغط على الخط الابيض اللي هو الحبل الشوكي وده عمل اختناق في الحبل الشوكي ده على طول هيعمل لنا اعراض في كل حتة في الجسم فيه ناس تقول الله الغضروف في الرقمة ايه اللي جابه للرجل ده هو الحبل الشوكي العصبي ده جاي من الملخ بيدي كل الاوامر للجسم هيأثر على الايد هيأثر على الرجل هيأثر على المسانة هيأثر على الحالة الجنسية وقد يؤثر على القلب فيه مرضى بيجنة بغضروف في الفقرات العنقية عنده الام في صدره والام في دراعه كأنها زبحة صدرية ويروحيها من الاسطرة واثنين وتلاتة وتطلع سربية والقصة كلها بتبقى انزلاق غضروفي في الفقرات العنقية فيه ناس كتير قوي بتسألني هل فيه انزلاق غضروفي طارق مفاجئ أكيوت حد الحقيقة الصورة دي مثلا فيها انزلاق غضروفي طارق انزلاق غضروفي حد جاء نتيجة ايه جاء نتيجة اصابة مباشرة من مريض قفز قفزة خطأ في المياه اتصدم تراصفية صخرة وكويس انه جاء له انزلاق غضروفي على فكرة ده كان ممكن يبقى كسر في الحبل الشوكي كسر في الفقرات وكاد ما في الحبل الشوكي وشالها الرباعي ده انزلاق غضروفي طارق ده على طول مع الاصابة تنميل في اليدين والرجلين وهب بعد التنميل بدأت ايد تضعف ثم ايد ثم رجل ثم رجل بسرعة لحقناها في خلال 24 ساعة وبقى كويس في انزلاق غضروفي كمان بيجي في الفقرات الصدرية بنشوفه ده من الانزلاقات الغضروفية الطارقة السخيفة كل ما كان مستوى الغضروف اعلى يعني فقرات عنقية فقرات صدرية فقرات قطنية عليا وجاء مفاجئ كل ما كانت النتيجة درامية وده المريض اللي لازم يتلحق بسرعة هنا بقى السواني والدقايق بتفريء كتير جدا في احداث نتيجة جيدة او العكس جراحة الملاحية الكلمة اصبحت تفرض نفسها بقوة في عالم جراحات المحوة لكن في ناس كتير لسه مش فهمها هي تكنولوجي حديث جدا والتكنولوجي ده مشكلته انه هو عايز امكانيات كبيرة جدا في المكان اللي بتشتغل فيه وعايز مرحلة تدريب عالية جدا علشان تقدر تستخدمه ويبقى بالنسبة لك حاجة يعني سالسة جدا هو زي بالظبط الجي بي اس اللي بتستخدمه لما تبعت لصاحبك انت قاعد في حتة بعيدة وتبعت لصاحبك اللوكيشن ويمشي على اللوكيشن احنا بنمشي على اللوكيشن بس بمفهوم علمي متقدم ومتطور جدا داخل انا هو بالمنزار عشان اعمل انزلاق غدروفي هتساعدني الجراحة الملاحية في حاجات كتير جدا هتساعدني في ان انا هدخل على المكان بتاع الغدروف مباشرة هدخل على الجزء المنزلك من الغدروف مباشرة هدخل من الفتحات الطبيعية بنسميها اللي هي الفتحات الطبيعية في العمود الفقري انا مش محتاج بقى اشيل عضمي من المريض ده ابوازله التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه للعمود الفقري واؤثر على كيان العمود الفقري وبالتالي المريض ده مش هتأثر العمود الفقري عنده هيقوم بعد العملية مباشرة يقدر يقوم يمشي يقعد المريض بيستغرب يقول لي انا هقوم امشي ولما بيعمل عملية اقول له اقوم اتحرك ويمشي اطلع سلم انزل اقعد على الكرسي بيبقى فيه غاية انغرابة ولكن المريض بيلاقي نفسه خارج من العملية بفتحة صغيرة دي عملية حق جوه قط العمليات احنا بنراقب العملية بالجراحة الملاحية وبجهزة الاشعة وبقياس العصب احنا بنقيس كهرابة العصب بلحظة بلحظة ما بقاش مسموح بقى ان احنا يبقى عندنا خطأ صغير من ان احنا نلمس العصب ده مجرد ان انت بتقرب من العصب باي قلة الكهرباء بتاعت العصب دي بتتغير الشاشة اللي على الكمبيوتر مع الجراحة الملاحية بتديني الاحداثيات لحظة بلحظة حتى وإحنا بنجهز للعملية مش بنعمل العملية حتى وإحنا بنجهز للعملية كل الاحداثيات دي بتساعدنا على ان احنا نعمل العملية بشكل آمن جدا جدا وبشكل دقيق وبشكل فيه متناو يعني في منتهى الدقة العالية هنا بقى مش مسموح ان المريض يتعمل له غضروف ويتشال حتة ويرجع الغضروف ويرجع له تاني لا يمكن مش مسموح ان الغضروف بعد ما يتعامل يرد تاني لا يمكن مش مسموح ان المريض ده يطلع عنده إصابة في العصب أو في الحبل الشوكي لا يمكن انت عندك ثلاث غير عينيك وغير شغلك وخبرتك عندك أربع أو خمس أجهزة حواريك بتراقب عن كثب بلحظة بلحظة وبتديك التطورات بالزبط السؤال دايما الناس بتفكر فيه أو القصة اللي بتفكر فيها هيقولك أنا أتمنى ان العملية تنجح فكلمة أتمنى ان العملية تنجح دي وراها في أو قدامها في مقاييس جراحات المخ والعصب مقومات وعوامل نجاح العملية الكلمة دي لما بنقولها مقاومات نجاح بيباني ان هو كلام إلى حد ما علمي وهيبقى كلام زي يقوله كلام كتب لكن كل مقوم من مقاومات النجاح دي قصة وحكاية كبيرة ده هيه كلامك في منتعة المصداقية وده كلام حد يعني عنده خبرة لان كل ما بنشتغل كل ما بنشوف كل ما بنعمل حالات كتير جدا كل ما احنا بنحط عنا على مقاومات النجاح دي ومقاومات النجاح على فكرة يا جماعة مش عند الدكتور بس هي تبدأ تبدأ عند المريض وتنتهي عنده دكتور تبدأ عند المريض المريض اللي عنده وعي وعي بمشكلته المريض اللي عنده وعي في اختياراته النهاردة الوعي مش بس في مشكلتك وفي مين يحل لك مشكلتك والوقت المناسب اللي تحل فيه المشكلة كل ما قدرنا نشخص بدري ونحط يدنا على الحل بدري هنعمل عملية زي اللي بنعرضها في الفيديو ده عملية محدودة التدخل دخلنا بالمايكروسكوب او دخلنا بالمنزار شلنا الغدروف مش بس شلنا الغدروف ده احنا حطينا بديد للغدروف اللي قد يكون غدروف صناعي قد يكون دعامة قد يكون قد يكون المهم ان احنا انت كمريض عملت اللي عليك جيت بدري واخترت صح وممشيتش وراء الشعارات البراقة الخادعة وما اكثر الشعارات البراقة الخادعة ما هو فيه منظومة لازم نقولها يا جماعة احنا في الطب اللي تعلمناه الطب الراقي المحترم بيقول ان فيه تشخيص ثم بعد التشخيص نتناول حل لهذه المشكلة اللي هيشخص مريض عنده مشكلة في العمود الفقري مش دكتور علاج القلم مع احترامي دي اللي هيعمل حقنة او هيعمل تردد حرارات لا 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 يمكن لازم يشخصه استاذ المخ والاعصابي اوعد خاف انك تروح لجراح اذا كان هذا الجراح ذو خبرة وعلمه امانة وتستبدله بشعرات واشياء كاذبة هتؤدي بيك الى نتيجة سلبية جدا يمكن هاعرض فيديو او هاعرض صور اشعة لاحد المرضى العمل عملية بالليزر غلط لانه مراحش لدكتور المخ والاعصابي يشخصه او استاذ المخ والاعصابي يقول له دي تنفع تتعمل بالليزر ولو ما ينفعش تتعمل بالليزر راح من بره بره على طول ده كمان اشعة المريض عن عنده انزلاق غضروف اتفتع عليه وما تعملش في اي حاجة خالص غير ان الصورة تلخبطت والدنيا بقت ضباب والتالي المريض بعد ما عمل عملية سقوط في القدمين وعدم تحكم في البول وبسرعة خلال ثلاث سابيع كان جنة عشان نحل مشكلة مشكلة كبيرة ان انت تلاقي غضروف مرتجع وحواليه التساقات والدنيا الحبل الشوكي الابيض ده ما فيش خالص كل ده بيأتي من ممارسات واختيار خاطئ وجري وراء اشياء براقة يعني محدش قال في الدنيا ان غضروف ممزلق بالشكل ده يتعمل له عملية شفط انت بتدور على انك انت تعمل عملية وتقوم تمشي وتتحرك وتجري يا جماعة ما هي الجراحة بالمايكروسكوب والجراحة بالمنظار اللي اسمها جراحة وانتوا بتخافوا من كلمة جراحة ما عرفش ايه بتجري وراء عمليات غضروف بدون جراحة ما فيش كده هي جراحة ولكن جراحة ما فيش فيها غورزة فتحة زيارة جدا جدا ساعات بنعمل عمليات دي من خرم زي خرم الابرة وبالتالي هتقوم وهتوقف وهتمشي وتتحرك وهتوطي وتلعب رياضة زي ما انت عايز بس هنا بقى دايما لا امل من تكرار هذا المثل هتروح للي عنده كل حاجة في العمود الفقري اللي عنده كل حاجة اللي هو بيشتغل بالجراحة العادية التقليدية ويقدر يعمل عملية بالمنظار زي اللي عرضينها في الفيديو ويقدر يعمل عملية بالمايكروسكوب ويقدر يعمل لك شفف ويقدر يعمل لك ليزر ويقدر يعمل لك تردد حراري المؤسسة الكبرى اللي فيها كل الامكانيات هتوقفك على رجلك في اسرع وقت وهتخلي عمليةك نجحة مقاومات النجاح عندك في الاختيار وفي سرعة الحضور وفي انك تسمع الكلام وبعندك ثقافة اهتمام بصحتك مش الشكوى بسيطة يبقى نتركها لما ديبقى فيه اعراض اكبر واكبر دائما هناك اعتقاد عند الناس ايد الجراح الفلاني ايد الجراح مهمة ده اعتقاد جميل يعني من زمن كلمة ده ايده تتلفف حرير ده ايده ربنا يبركله مهارة جميل لكن في العالم دلوقتي بقت الجراحات شراكة ما بين المهار والتكنولوجيا برضو هقف قدام هل ناس عندها تقدير للتكنولوجيا وفهم للتطور وقمته مش بس الناس القطاع الطبي نفسه عنده اعتراف بالتكنولوجيا دي ولا ما زالت برضو فيه مسأل مشهور قوي ان الشطرة تغزل نشعارف برجل ايه فالتكنولوجيا مش هنجابها باونا نستقدمها وتكلفنا فلوس مش هنعرف نرجحها من الكوست على المريض فيه دماغ اقتصادية ده مش اقتصادية عصلي دماغ بخيلة بتفكر بطريقة دي هو دي طريقة عقيمة في تناول الامور في ظل العلم والتكنولوجيا الحديثة هقول للمريض ببساطة شديدة جدا انت النهاردة تقدر تقعد تتفرج على الماتش او المسلسل في تلفزيون ابيض وسود ليه ما بتتفرجش بتلفزيون ابيض وسود ليه بتجيب شاشة LCD وتجيب شاشة مش عارف فور اتش دي وبلاق بقى في حاجات تانية والنانو والكلام ده كله وكل ما تطلع موديل في التلفون بتجيب التلفون اللي موديله اعلى عشان تقدر تشوفه في الواتساب وتشوفه صحتك اهم من الكلام ده كله هو نفس التطبيق في صحتك الجراح الشاطر المتمرس بيقدر يشتغل قبل ما يميدي ايد ويشتغل بالمايكروسكوب او بالمنظر بيقدر يشتغل الجراحة التقليدية بامتياز وبعبقرية عايز اقول ان الجراحين العبقرة في الجراحات التقليدية لما بيترقوا وبيترتقوا في التقدم يبدأ يستخدم ميكروسكوب يبدأ يستخدم منظر يبدأ يستخدم التكنولوجي زي الجراحة الملاحية يبدأ يستخدم قياسة اجهزة قياس العصب ليه لانه هو انسان محترم في شغله بيخاف على نتائج عينينه بيخاف وبيقدر وبيحترم مهنته وبيحترم مرضاه وبيقدم لهم كل ما يساعد على ان المريض يطلع احسن هو وريق العلم بيبتكر كل هذا تم كنت تكتفي بالتليفون الاركس اللي كان قد الاركس اه اللي كان حاجة كبيرة او كده اه او باريال وكلام من شمعنا انت النهاردة بتجيب الشاشة والكاميرا هو يا جماعة كده هو في صحتك كده فما حدش يضحك عليك وقولك لا ده الجراحة اصلي بنشوب بعينينا لا ده احنا بنشوب اربع او خمس عيون كل عين منهم عايزة خبرة عايزة اهتمام عايزة تعب وكفاح لما تلاقي واحد بيتعب وبيكافح وبيصرف والعملية بتاعتك مش بياخد منك الفنوس يحطها فيجيبه وتقارنه وبدأ لا ده بيصرف على عمليتك اضعاف اضعاف اللي بياخده عشان حاجة واحدة بس عشان انت تبقى في مكان كويس وهو برضو يبقى في مكان كويس لان خير من استأجرت القوي الامين دي اية في القرآن القوي اللي عنده كل مقومات القوة ايه كل مقومات القوة بلغة العصر الحديث التقدم العلمي بس هو عشان مش كل واحد بيقدر يواكب ده ويقدر ياخد الخبرة في المجال ده لان الخبرة في المجالات دي صعبة جدا وتكلف كتير وبتاخد مجهود رهيب جدا وعايزة واحد برضو عنده مهارة في انه يلقط ويتعلم ويشتغل ويواكب الجديد وعنده جرأة في ان هو يدفع ارقام في اجهزة ومعدات غالية جدا وكل شوية يرمي جهاز قديم ويجيب جهاز احدث وكل شوية يستحدث اشياء جديدة ويجلب تكنولوجي جديد جدا ده كل ده بيكلف وبيكلف بمعدلات على فكرة يعرفوها بتوع البزنس انت بتحط معدل خطورة عالي جدا تستبدل جهاز قديم بجهاز حديث جدا وتدفع ارقام كبيرة جدا هتشغلوا قديم وعلى فكرة في مشكلة في التكنولوجي ده كل شوية بيطلعون حاجة بتضطر تغير وكل الاجهزة الحديثة دلوقتي اساسا معمولة بسيستم انه قطع غيارها لازم تتغير بشكل مستمر وبتعطل وحدها يعني مش بتعطل هما بيوقف وخلاص دي لها اكسبير ديت كذا بتوقف ولازم حضرتك تروح عشان تشغل الجهاز تاني ترجع للمصنع يعني للشركة وهو بيقدم لك تكنولوجيا مغرية جدا الحقيقة انا مفيش يوم ندمت على ان انا اشتريت آلة او جهاز وانا كل عيني بتبقى على لما بسافر مؤتمرات عندي عشق للآلات والاجهزة والحاجات الجديدة حقيقة يعني بكل فرح بيها جدا جدا وكل آلة يعني انا ممكن تلاقي عندي في جنب عيادتي دولاب مليان ايالات وحاجات كتير جدا قد استخدم اغلبها وقد لا استخدم بعضها وبيجي لها وقت تستخدم الانزلاق لغضروف المرتكعة القضية دي قضية تحتاج الى ان احنا نفرد لها وقت اطول لكن احنا هنشرحها هل هو عيب في اجراء الجراحة ولا المريض هو اللي تصرف غلط ما اتبعش التعليمات ولا ممكن ده وده لتنين مع بعض لا في الغالب الحقيقة بيبقى دائما بقول ان في العملية دي اي عملية جراحية بتبقى عايزة زي قرار الحرب ما لم يكن لديك الاستعداد وازاي تعمل والخطة والبلان ودارس الموضوع كويس جدا لو اعلنت الحرب هتقع وقع ما يعلم بها الله ربنا فهو نفس القصة انت العملية الجراحية دي دائما القرار مهم جدا هعمل ايه للمريض ده وهعمله ازاي ده نقطة في غاية الاهمية معظم الجراحات المرتجعة اللي انا عملتها او شفتها كان القرار دائما قرار العملية مش متاخد صح يعني ما تعملش بالشكل الصحي مريض غضروف منزلق معاه ومفرقع ما ينفعش اعمل فيه تردد حرار ما ينفعش ادخل اعمل فيه ليزر ما ينفعش ادخل اعمل فيه الشفت واسيب جزء كبير جدا ده انا هصعب المهمة على المريض الحاجة التانية والنقطة المهمة جدا وراءه دائما الغضروف المرتجعة قرار خاطئ من العيان خوف غير مبرر انه يعمل عملية صح او بيوفر ان يروح لحد مش قد مش بالكفاءة الكافية او بينخدها وهو معذور في هذا لكن في الاول وفي الاخر لو القرار اتخذ صحة في العملية في مريض هعمله العملية هشيل الغضروف في مريض مش هحتاج ان انا اشيل غير الجزء المتآكل والمنزلق من الغضروف في مريض هشيل الغضروف بالكامل وحطه دعامة لتثبيت الفقرات في مريض هحط له مسامير بجراحة محدودة التدخل ودعامات في مريض هعمله تثبيت بعض مصناعي في مريض هعمله حقن للفقرات في اسناء العملية كل ده بالظبط زي ما انت بتروح لمصمم ازياء عالمي انا عايز او تفت عايز لبس اخرج بيه كويس وشيك وحاجة جميلة قوي هيعملك اللي يناسبك انت عايز هيليق عليك ايه هيعملولك نفس القصة احنا نتكلم في عملية حاجات حيوية جدا جدا حاجات شديدة الحساسية فبالتالي ارتجاع الغضروف هو في البداية قرار خاطئ قرار خاطئ من عيان التجا غلط وقرار خاطئ من جراح خد القرار الخطئ الرسالة التي تود ان تكون في عقول كل مرضى مشاكل الانزلقات الغضروفية هي ايه؟ الوعي الكامل بمشاكلنا الوعي الكامل باللياقة البدنية بتاعتنا اللي تقال في مقدمة الحلقة النهاردة وعجبني جدا جدا تسعة وتسعين وتسعة من عشر من مشاكل على انزلاق الغضروفي ادعي انها بسبب سوء اللياقة البدنية وسوء اللياقة البدنية دائما يأتي معاه موارسات خاطئة مفيش واحد عنده وعي باللياقته البدنية بيفهم كويس جدا يحافظ على اللياقته البدنية ويلعب رياضة ويهتم باللياقة البدنية هيعمل حاجة غلط لظهره هيئذي نفسه هيضحك عليه وفي نفس الوقت مفيش حد عنده لياقة بدنية مهتم باللياقته البدنية وبصحته هيتجه اتكاه خطأ لو حصلت له مشكلة في العمود الفقري اللي عنده وعي بيبقى عنده وعي ما تخلوش حد يضحك عليكو بشعارات براقة وما تزعلوش لما تحصل نتيجة خاطأ عشان اختارته غلط لان ليكو دور انتو بتساعدوا النصاب في انه هو ينصر بالرزع طبعا في مثل مشهور جدا الطماع بخير النصاب بخير طول ما الطماع موجود صحيح النصاب دايما بخير ويعني الجراحة مش بعبع الجراحة لها رجالها ولها أسالبها وأغلب الجراحات النهاردة بنجريها محدودة التدخل يعني اللي انت خايف منه من العملية ما بيحصلش وبنحفظ لك عليه وبترجع زي الفل وأهم نقطة أنك انت تبقى حلية المشكلة حل جزري حط دحت دي ألف خط حل حقيقي ما فيه يا سلام أنا ممكن أبقى لك الوهم ممكن أبقى لك الهوى في أزايا بس في الآخر اسمه هوى لكن الحقيقة في العلم شيء مهم جدا محدش يقول لي واحد عنده نزلق وضروفي عالجه بكريم يعني حاجة يعني دي لو تعاملت في أي حتة في العالم نزلق وضروفي إيه اللي هتعالج بكريم إيه اللي هيرجع وتلاقي إيه يعني حد بيتكلم بحماس شديد وجايب وطبعا بقى وكمان بيجيبه النمازل بتاعة العمود الفقر المشكلة أنه بيعالج إيه هو دايما بيبقى مريض عنده شد عضلي خفيف جدا بسيط جدا لو راح له دكتور شاطر هيدلو رجلتة علاج هينتهي الموضوع في يومين ترى بس مش نزلق وضروفي على فكرة يا جماعة والحالات أغلب الحالات اللي بشوفها في عياتي جاية عاملة تردد حراري واللي عاملة حاجات من الحاجات اللي هي أنا مش بحاربها على فكرة هي ليها مرضاها وبتتعمل وأنا بعملها عندي في المستشفى وعندي أسازة علاج ألم بيعملوها ولكن مش كل مريض تنفعله ومش كل مريض محتاجة عمله الدائلمة دي واخد منه فلوس حرام في مرضى كتير 80% من مشاكل العمود الفقري بين عالجها بالأدوية والراحة انتبهوا فظهركم أمانة فرقبتكم ورقبتكم كمان أمانة فرقبتكم ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جرحات المخوى الأعصاب الأستاذ الدكتور يسري الحميلي أستاذ واستشاري جرحات المخوى الأعصاب والأمود الفقري الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة والمؤسس ورئيس مجلس إدارة المستشفى يورو سباين للجرحات المتخصصة نورت كعادتك الدكتور متشاكل خليكوا دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة شكرا